بسم الله الرحمن الرحيم هناخد فيها اول حاجة هنبدأ ان شاء الله بال انا كنت افكر اه اديه بعد كده بس انا هيسهل علينا كتير حق فيه شرح الميديكا ميسوردر ان احنعرف فيه كاتيجوري كتير كبير هاي ريسك فيتس موجود فيه ده هيسهل لنا حاجات كتير اهو في الشرح بعد كده ان شاء الله هناخد الوبستي النهاردة برضو وبستي برضو من الحاجات اللي هي اللي هي امبكت كتير في الاجزام ولي هي امبكت في حياتنا كبير وان شاء الله ناخد الديوبيتس وناخد الهيبرتنشن ان شاء الله اه 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 لا يعني لا تحاجات تصيب اه لا ده بيبقى ليه محاضرة بقى طي يعني خير ان شاء الله ربنا ايه عنا كده ومعنش الكامه قليل لكن يعني ان شاء الله مرة مرة جاء نحاول ايه نزود الكام شوية علشال ايه نقدر ان احنا اه نعمل كاتش اعط في نومنا كده طيب اه هنبدأ فيه ببعض اه واقول يعني ايه او قبل ما نبدأ حتى يعني ايه امتى بنقول ان ده فور جيشنا اه ايه 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 اي ان هيه ايه ايه واعا ايه تمام ولو هو ده ما كانش عنده اي مشاكل هو قصير قبس ما عندهش اي مشاكل وكده ممكن ما يبقاش فيه مشكلة مشكلة فهو في حاجات الجروس بشكل عام ما بنقدرش نحن نقول absolute values فيها وممكن كمان نلاقي ان من المجتمع زي ما انت بتقوله من الدنيا بتتغير وممكن من شخص لشخص الدنيا بتتغير فلذلك ال definitions بتاعتها كانت لازم نبقى لينا فيها او هما لما جم يفكروا فيها قال لك احنا ايه احنا هنوزع البوبوليشن على او هنشوف الناس في اللي واحنا عندنا او أزددنا الناس كياملات البديد من الصغير للكبير تهام؟ وهناخد نقدر ان احنا نشوف ايه اقل لناس وايه اكتر ناس كده يبقى وضح لنا ايه الاكستريمس فقدر اقول ان ما بينهم ما بين الاكستريمس دي نقدر نقول ان ايه ان انا عندي ان ممكن اعرفه ايه اعرف ان هو يعني ممثل لمعظم الناس فهبقى اكثر ارتياحا ان هو ايه اللي هو النورمال لكن هو مين اللي قال ان الاكستريمس ما هماش النورمال او ما هماش اللي فيهم مشكلة وده اتعامل بحاجة اسمها ان احنا لما يبقى عندي مثلا هارتب الاطوال بتاعتهم من الاصغر اكبر مثلا انا بتكلم على الاطوال واشوف اقدر اقول ان اقل 10% دولار دولار ايه هعتبرهم ان هما ايه ان هما القصيرين وممكن اقول ان اطول 10% دولار هما ايه الطوال طب حد تاني يقول لي طب ما نعنقاش نخليها الخمسة في المية اقصد خمسة في المية هو معك حق الخمسة في المية دي هتبقى اكتر فيها ايه الاكستريمز اكتر مش كده وممكن دولار فعلا ممكن يكون هما الابنورمال اكتر بس انت برضو ممكن تمس ايه ناس منك لو انت اه اللي هو ايه لو انت اخدت بس الخمسة في المية ممكن يبقى في العشرة في المية دولار الاقصر عشرة في المية فيهم ايه مش كده لما بنقول ان احنا عندنا برسنتايلز احنا مقسمين البوبوليشن بـ 99 خبط تمام لميت جزء تمام وهاخد انا لما اقول التنس برسنتايل انا باخد اقل عشرة في المية من الحاجة اللي انا بمثل بياه لو انا قلت بلو التنس برسنتايل طب لو قلت اباو الناينتيز برسنتايل انا باخد اكبر عشرة في المية من البوبوليشن لو انا مرتبهم ايه تصاعديا تمام ماشي مينتعش ان انا بقى حطيتهم كده عشوائيه انا اقول انا هعمل ايه انا هعمل برسنتايلز ده ما تنفعش تمام او فلازم ان هما ايه ان انا مرتبهم على حسب اطوع فمن هنا جوم ابتادوا يعرفوا بعض الديفنيشن زي كده فقال لك وقال لك هي هنقولها بقى على اساس ايه قال لك هنقولها على اساس الويت تمام الويت ميجرمنت بلو التنس برسنتايل تمام طيب اه بالنسبة المين ده بالنسبة لاي حد كده ابسوليوتلي ولا اا المفروض ان هو كل واحد او اا يعني هي طبعا لما انت تجي تعملها كده اا بشكل عام ممكن تعملها ابسول يعني ان انت ازاسا قبل ما انحدد او قبل ما اقول التنس برسنتايل ده انا انا لازم اعمل لستادي على ايه ؟ على البوبوليشن مش كده? وطبعا انت هتعمل لكل استادر واحده تشوف هو هو تاخد لك مسلا عشرة طلاب عيانة في كل ايه في كل جيستيشن ايج وتشوف الاوزار مسلا بتاعة البيبيهات فيهم عشان تبقى ايه تقول ده في كل جيستيشن ايج ده لو اقل من ايه من من العشرة في المية اللي فيهم يبقى ده ايه يبقى ده سمول فور جيستيشنال ايج مش كده? اه لكن لقوا ان الموضوع كمان ممكن يكون في ناس زي ما انتم قلتم كدة البوبوليشن هيتروجن ستعلم? واحد جاي من اه وحدة جاية هل لا هل لو انا طبعت ده الاوزان بتاعت ايه الناس اللي هم وشفت الناس السوث ايجين تهم? هدا اقول عليهم ان هما برضو ينفع ده هما الناس السغنطاتين كده الفلبينيين والبتاع ده الاوزان دي هيبقى كلهم اهل ان الايه من التنسي برسنتايل لذلك عملوا حاجة بقى اموالك ايه هنعمل حاجة اسمها كاستمايزد جروس شارت كاستمايزد جروس شارت بحيس ان ايه بحيس ان احنا الله يكون لكم الكلام يا جماعة بعد يكون لكم الكلام احنا الصغارين اه لما جينا نقول ان احنا نقول مش هقول بقى كله اللي هو تمام وكمان ده مش يعني يبقى يبقى كل واحد ممكن يتعمله ده على حسب ايه بتاعه مش بس كده ده على حسب ممكن يتعمل بس طبعا انت بيبقى عامله طريقة اللي ايه كل حاجة تقصل في الكيرف قديه منها انا على معادلات رياضية وكده فممكن يتعمل ايه اه هو طول ابوه طول امه تهام مش عارف ايه فحاجات كتيرة كلها تفرق معايا وتخليني ايه الكيرف بتاعي يضغير فهو بشكل عام لو احنا قلنا اما الاسمول فرقستيشن الاجبيرز is defined as estimated fetal weight او ان الابدمان السي Rodman's circumference multiplying 10th percentile. اااé لكن الافضل ان احنا ايه ان احنا نعمل حاجة اسمه ايه customized gross chart. لا انه دة لو هو ال customizer ده هي بقى more accurate او و говорит ديتكتور لي اللي ايج؟ زى ما بقولك في بعض الناس ممكن يكونوا ايه يكونوا Uhr اه في نفس الوقت لو لوناه اب وام اجسامهم كبيرة اطولهم كبيرة المتوقع ان هم ايه ان هم يجيبولي بيبي كبير مش كده طب على شرط بتاع العادية لقيته ايه لقيته عادي تمام ممكن ده يبقى هو كده طال انه عادي لكن انا كده برضو ايه هو ايه في النسبة تمام فالمفروض لو احنا هناخد الديفنيشن الاصح للسمول فروكسيشن ال ايه ان هو بلو دان التنس فرسنتيل فور كستمايز دروس ايه بتشغل تمام طيب هل اه طبعا هو ممكن يبقى طبيعته كده ان هو سمول فروكسيشن ال ايه لكن احنا لقينا ان الناس اللي هي سمول فروكسيشن ال ايه جي او لقينا اه مسلا في الا اه يعني في الانكس بيه ستيل بيرز لقينا ناس كتير بيبقوا سمول فروكسيشن ال ايه جي وفا فلاقينا ان السمول فروكسيشن ال ايه جي دولا بيبقوا اكثر عرضة لمشاكل تهام فبشكل عام هم يعتبروا ككاتيجوري يعتبروا ايه هاي ريسك مش كده يعني انت مجرد انت ليه سمول فروكسيشن ال ايه انا ما قلتش ان هو ايه حتى مع انا ما قلتش ان هو ان هو مش طبيعي مش كده او انا ما اقدرش اقول ان هو مش طبيعي لكن اقدر اقول ان هو ايه ان هو عنده ريسك اكتر سواء ريسك بسهب هو ليه حصله كده او هو ممكن يتعرض ليه طب تقول لي اما الايه الفيتال جروس ريستريكشن وايه الفرق ما بينها وما بين السمول فروكسيشن ال ايه الفيتال جروس ريستريكشن هو اللبز اللي اللي هو بيطلق على ايه شكرا فانية الفيتس تو اتشيف الاكسبكتد ويت فور اجيفن جيستريشن اتشيف الايه الفيتس تو الايه الاكسبكتد ويت فور اجيفن جيستريشن طب تقول لي ما هو لو الاكسبكتد ويت ده تنسيب انت هتقدر تقول عليه ان هو الاا ان هو السمول فروكسيشن ال ايه او هتقول على كل سمول فروكسيشن ال ايه هو الايو جي ار الايو جي ار يعني اللبز قلمنا استخدامه لاننا الحكم عليه صعب شوية والحكم ان احنا ايه ان احنا نقول على الفيتس ده ايو جي ار ممكن يبقى محتاج في سيريل مش كدا وانا انا لاقي ان فيه بلاتوينج للجروس او الجروس عمان يبقى يحصله سلوينج للجروس فلذلك قللنا او استخدام الفيتل جروس ريستريكشن ولو اننا احنا عارفين ان الـ Small Producation H هي بتعبرلي عن ايه عن او انا خايف من ايه لما بقول Small Producation H بد في تنظرك ليه الفيتل جروس ريستريكشن الحاجة التانية كمان اه كنا برضو ساعات نقول لك ايه نقول لك احنا هنقول Small Producation فيها تلاقي في بعض الكتب كده هنقول لك Small Producation H هيقلم الفيتلس برسنتايل بس لو قللنا الفيتلس برسنتايل لا ده ده ايه ده ده ايه جوار وبعدين ناس تاني قالك طب هتخليها اقلم نسبت برسنتايل عشان نبقى ضامنين واخددلك طب هو في الاخر كل الكاتيجوري ده انا ايه انا عاوز ابقى مطمن عليه فخلينا افضل ان احنا بنشتغل فيه لفز ايه Small Producation H وانا عارف ان هو ان انا ان جزء منه او انا بعمل التعريف ده علشان الناس اللي هي تبقى عندها طيب ده لفز برضو ممكن يقابلنا ده لفز غير محدد ليه؟ لان هو الوبر سويد ده اي بيبي اقل من اتنين ونص طب انت مولود وانت مثلا ثمانية وعشرين اسبوع وبيبي مولود كيلو ربعمائة هو ابروبرت لك السيشنال ايش طب بيبي مولود اربعة وثلاثين اسبوع اتنين اتنين وخمسمية او اتنين ربعمائة وخمسين مش كده فهو لفظ عام ولكن ممكن ايه يعني ما نقولش على اللي بر سويد ده ده لفظ عام بيتعامل عشان الستاتيستيكس لكنه يضم حاجات كتير اوي من ضمنها البري تيرن بيبيز ومهماش فيهم ايه اييه ايه اي اييه اي اي سمول فور جيشنال ايش نخلي بالان اني زي ما قلنا انه فيه اوبرلب بيني اي و جي ار ورسمال فو جيشنال ايش فسوم مرسل ستكتد فتس are small for gestational age while 50% to 70% of small for gestational age are constitutionally small whose fetal growth appropriate for maternal size and other important factors such as is this is that we have to customize the growth and the majority of fetus with IGR will also be small for gestational age but some have estimated fetal weight above 10th percentile and this can happen and this can happen also in baby it can happen even gastrosomics sometimes because it starts it starts above above 90th percentile but it starts slowing up and it starts and it starts يعني لما هنلاقي انه عندنا ريسك فاكتورس ديه. خلينا بنعمل ايه? بنعمل فولو اف من البيبي حتى ويفضل الفولو اف شغال. حتى لو لقيت للبيبي. ومش بس كده. انا كمان بعمل له دوبلر ستادي. وانا عارف ان هو افرد جويت. يعني دوبلر ستادي مش بس في الايه? في البنهات اللي هي اه اللي هي سمول فورجستشنل اتش. اتفهم? طيب. اه وطبعا لو في سيفير سمول فورجستشنل اتش. اللي هو اهل من الثرد برسنتاين. ده غالبا ده ده لازم يبقى اي شعر. اذا احنا بقى لما بنتكلم يعني ايه ببهات ايه صغيرة جدا جدا فده لازم هيبقى اي شعر. وغالبا هيبقى الادبرس اوتكم. اه 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 اكتر حدوثا ايه فيها. كفانا? ولقينا ان الفيتال جروت ستريشن جريتلي كنتروبيوت ستوبير نيتال آآ مورتاليتي سواء على الشورت او لونج ترن آآ آآ بيبس. فلقينا ان هو طبعا مش بس يعني يعني طبعا ليبقوا اكسر عرضة للميتابوليك بروبلمز في حاجات كتيرة قوي. ومش بس ان هو الفترة الاولى في حياتهم كمان ده كمان بيبقى عندهم اكسر عرضة ليه وضيبيتس ومشاكل كتيرة بتارا. هنتكلم عنها المفروض احنا معمول Gross Curve لل للفيتس وال Gross Curve ده ممكن يبقى لل Weight ممكن يبقى لل Head Circumference ممكن يبقى لل Femar Lens كل الحاجات دي ممكن يتعمل لها ايه؟ يتعمل لها شرط بالأسابيع وانت وطفر بقى هتتكلم بالمليمتر بالكيلو جرام على حسب ايه؟ وفي عندك الايه Curves اللي هي ماشية بتتغير كل واحد من دولة كان معمول ايه؟ معمول او Data دي جاية طبعا من قبل كده مش الكرب ده معمول معمول على status قبل كده وبعدين دلوقتي بقى بي بشكل بسيط عن طريق عن طريق الكمبيوتر تمام؟ لا احنا احنا مش هنعمل حاجة احنا ممكن ندخل Data تدينا في برامج بندخل على Data ندينا أو بيديك شرط العادي يعني لو انت ما هو يعني ابسط حاجة ان هو هيديك ال Grossed Sharp اللي هو موجود فيك تمام؟ ماشي؟ جي من اين ده؟ ده قصة تانية تمام؟ جي من اين ده اتعمل زي ما بقولوكم كده ايوة وابتدوا بقى ايه؟ يعملوا في كل يعملوا الصدرات ويكتبوا ال Data بتاعتهم علشان يقدروا يوصلوا لل Grossed Sharp بتاع كل بوبريليشن طبعا يهمنا قوي Tenth Percentile و Nineties Percentile طيب ال Small Forgestational Edge لي two types ممكن طيب يبقى 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 Symmetrical تعم؟ كل ال Gross restricted في كل ال Areas الباب يصغير في كل البارد وممكن يبقى Asymmetrical في Small Forgestational Edge هنا بنلاقي ان فيه Head Sparing Effect لان ال Head بتبقى Spared اكتر من بقية الجسم فنلاقي مثلا Abdominal Circumference ممكن هو يكون اقل من Tenth لكن نرى ال Head لا مثلا فوق Tenth فده اللي هو بيسموه ايه ال Asymmetric وهنتكلم ليه ده ممكن يحصل وليه ده ممكن يحصل وطبعا بالنسبة لنا برضو ايه موضوع اللي هو Small Healthy و Small Unhealthy دي قصة كبيرة بالنسبة لنا ولكن الايه زي ما قلنا ان انت ايه يعني احنا بنشتغل على Small Forgestational Edge دلوقتي بنوع من الحاضر شوية يعني ان هو هم عاوزين برق يقللوا بشكل كبير فده ان هي فعلا بتقل اللي انت تقل الناس اللي هي Small Forgestational Edge ان انت تبقى عنيك عجيب زي ما قلنا المحتاجات ازا قبل كده لقينا ان اكتر من نصهم بيبقوا Small Forgestational Edge احنا كده مفكرين ان هم ايه كويسين واصحاق وكل حاجة لكن واضح ان هم ايه ان هم بيبقى فيه مشكلة طيب فده طبعا واحنا بنتكلم على ازاي بيحصل او قبل ما نبتدي ان احنا بقى نتكلم على ازاي ندائجنوز والكلام دوت تعالوا نتكلم هو ايه اللي بيحصل كباتروفيسيولوجي ليه الايه الايو جي ار بيبيس طب انت لير جاعت تستعمل ايو جي ار بيبيس لان انا هتكلم على الابنورمال من ما هو الابنورمال خلاص يعني ده هو لكن انا عاوز اشوف هو ايه الابنورمال اللي هي ان انا بشوفها في وسط الايه وسط الابنورمال انا باتكلم بشكل مش كلينيكل هتكلم على اي جي ار لما هنيجي نتكلم على كلينيكل لان انا في الاول وفي الاخر انا مش متأك انا بشوف الايه النتيجة اللي هو اسمول في ما عرفش فعلا هبدأ بقى وهشوف هو فعلا اي جي ار ولا نوت اي جي ار لكن انا باتكلم على الاي جي ار بشكل عام انا ايه بيحصل ازاي يا جماعة؟ هلا اني عندي اه زي ما احنا اسمنا كده بكده عليكم السلام كلنا انا في ايه اه اسمترك او اسمترك بس خلينا الاول نشوف انا عليكم السلام اراي دايما نقول اللي انست وليت انست كده و اللي انست دايما بتبقى حاجات بتأفكت الفيتس اس كل الفيتس فعشان كده معظم اللي انست معظمه بيبقى 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 فغالبا بنتكلم على حاجة ايه بيحصل فيها وبيحصل فيها ايه اه 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 طيب اه طب ايه اللي ممكن يعمل ايه اللي انست طبعك شاحن تمام اه حاجات كلها زي ما انتم بتقولوا كده حاجات خطيرة وتخلي الاوتكم بات بزلك الان لعمس ده بتاعه باقي. ها? وده يمكن اخذنا بعض الانفكشنز فعلا? اللي بتعمل ايه? اللي بتعمل اه اه انيه انسية ايشيه اه. وهليقينا بناخد في الكروموزومة الاولى كل الحاجات دي برضو بتعمل انيه انسية ايشيه اه بتعمل ايشيه اه ايه كمان? متابوليك بروبلم كبيرة. ممكن برضو تبقى في البيبي تعمل اللي انصف ايجا ويمكن من الانفكشنز كنا قلنا ايه لا قلنا ممكن السيتوميجالو توكسو بلاسموز ممكن المالاريا ممكن 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 تعمل لو جات ايه لي تعمل هي اه ممكن تبقى ناحية الفاسكولر بس برضو ايه لي انصت وحتى لو بلاسنتل ايه لي انصت هيأصلك على الكل يعني لو في حتى حاجة بلاسنتل سرومبوس ايه لي يأصر على الكل السيفلس البربو لا البربو ميكانيزم الافكشن اكتر وارد وارد حاجات تانية واردة برضو انها هتعمل لكن دولة السيتوميجالو التوكسو بلاسما اعتقد دولة كانوا اكتر حاجة كلي قلنا عليهم وقلنا حتى وينيت تو سكريم بالزات لما نلاقي معهم ايه الماركرز او حاجات التوكسو بتاعتهم انترو سريبرا كالسيفيكيشن نلاقي في اه هايدرو كيفلس نلاقي في مايكرو كيفلي تعم الحاجات دي كلها اه ممكن ايه دخلينا ايه نشك في الانفكشنز دي وكتو انبستيجيشن بتخلي بقى انا عشان هو في المتحان ساعات ايه ينجيب لي كده بعض الحاجات وينجيب لي مسلا اه اه الفيتس الالتراسون بتاعهم طلع كزا 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 حاجات فيتشارز الحاجة معينة اقول لنكستستر هتعمل ايه يونيت وانبستيجيت الحاجة دي مش ان انت بتتكلم بشكل عام بقى وتقوله دوبلر وتقوله مش عارف ايه لا ده المالش منتين على حسب ايه الموضوع ده تعم اه طبعا ممكن يكون فيكو جانيتل مالفورميشن بالزات لو حاجة كبيرة تعم يعني لو فيه سيلياس هارت زات لو هارت كبير ونخلي بالنا ان ممكن تبقى مع حاجة هي الوحدة تعمل وتعمل اللي هي ايه كروموزوما ابنورمالتس ماشي اه فممكن يبقى مديني حاجة فيها موجودة وموجودة كل ما تلاقيها بكسرة كده بتاعة كروموزوما معينة فلازم يبقى المانش منت بتاعتك ان ده تورد ايه الكنديشن دي ايه مسلا يبديك ان هو فيه worst vsd مسلا сер HABMOS ومع ايه double bubble فده ماشي مع ايه مع الداون صندروه. مع الداون صندروه. طبعا فيه كمان ان انت ممكن تلاقي كيس مثلا يجيبها لك برضو في العيوش او بيبي لقناها انه هو very small لانها اقل من الفيفس برسنتايل عند عشرين اسبوب. وبعدين بنبص على البلسنتا لانها very very large وبعدين ممكن يبقى بارشال مول لانا فيها البلسنتا شكلها ابنورمال فيها area of hypertrophic growth. تمام؟ لقينا البيبي فيه multiple anomalies very small. تمام؟ ده ماشي مع ايه؟ مع بارشال مول. تقول لي والبيبي اه بس انت هنا ممكن تكون تلفت نظرك ان ده البيبي ده محتاج انه هو انه هو ده مولر برغنانسي ولا لا. ماشي? وده ممكن يكون بارشال مول بيبي. very small baby very large بلسنتا. وتلاقي العانا ممكن ينجيب لك مسلا عانا ابتدت بلوب ايه؟ اللي هونسد بريكلامس. بقى ممكن تبقى الكيس. الكيس ممكن تبقى في الشكل ده انت عارفها. بس سؤال مشكلة لما بتجيه لك مع حاجة تانية بيبقى جيب لك سؤال قابليها. سؤال على الاسمتريكال اي وشوار ودوبلر تشينجيس وبتاعه. بس كله في ايمي كيو واحد. يعني كله within one ايمي كيو. هو لو جيب لك السؤال لو واحده هتجوه. لكن لان هو السؤال بيبقى جزء من ايمي كيو وانت دماغك اتوجهت في اول جزئية ناحية ان ده حاجة معينة وان ده سكة معينة وان ده اللي مكتوب في الجايد لاين. وحاجات تانية انت واخدها وعارفها كويس في حتة تانية. انت راحت منك الايه? بتضيع منك حاجات من الايه الاسمتري. ماشي? تمام? فممكن يكون كروموزوما. تمام? اه ممكن يبقى ايه كمان في حاجة تانية? ممكن سيفير ميتابوليك مصوردر. تمام? حاجات هريديتري بقى معينة او كده وارد ان هي تكون عاملة ايه? اللي اه مصد. نعم. ممكن المؤكدين بيستخدم للدكتوري اوصد او لا؟ لسا هنتكلم. طبعا. احنا بنتكلم على الليت انصد. لا بطب لا اقول انت. سيمة يعني اللي بازلي شوية ممكن تانية. الليت انصد. تمام? هو اكشولي احنا الجايد لاين بيقولك اللي والليت انصد بيتكلم بشكل مضحك الصراحة. بيقولك لو انت دياجنوزد بعد اتنين وقتين اسبوع ده ليت. لكن انا قصدي انا بحب وانا بشرحها. انا قصدي بقل لي انصد ده حاجة ارلي. يعني في في تبستيشن. وده غالبا يعني مسلا انت عندك الكروموزومة المالفروميشن ده من الفيرس دايز افلعي. انفكشن في الفيرس دايز افلعي. حاجات كلها. الليت انصد هو عادة الافكت بتاعه او هو الكنديشن بتبدأ تشتغل على البيبي. هي مش في اتنين وثلاثين هو بيقولك انت بتديكت او بتديسكوفر اتنين وثلاثين. لكن اللي انصد يقولك انت بتديسكوفر ممكن في الانومالسكار. لانا هنتكلم عن نوع دي. لكن انا مش قصدي كده دلوقتي انا قصدي. هو انت بيحصل الانشي الافكشن لي الفيتس امتى. فهنا الافكشن في الفيتس في الليت انصد غالبا بيبقى في حاجة اسمها الساكندري ويف اوف انبيجين. اسمعوا عنها طبعا. من 16 اسبوع. تمام؟ لا 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 لا. تمام؟ من 16 اسبوع. تمام؟ وممكن من قبل 16. الساكندري ويف اخدناها في الفيتس ما اطلعيتش نساك بالن اهبدك في حاجة اخش. بسي بيعملي كده اعملو ايا. بيعملي كده اعملو ايا. هو واحد بيطلع لي شفتته اللي قدام اعملو ايا. تمام هنقولها ونشوفوا صورها وكل حاجة تمام بيبقى فيه ريبليسمنت أصلا وعدتها مثلا ما قدت ما حضرش معها فريست بارتو كاننا متكلم فالساكن رويفو انبيجين اللي بيقى فيها ديفكت في ساكن رويفو انبيجين دي بيبقى بيبقى بلوت بيسلز هنتعارفين طبعا انه بيقى فيه نشوفوا صورها مش مشكلة هنتشوفوا صورها بيبقى فيه المترنل بلوت بيسلز اللي هي بتصابلعي الاندوميتريوم تمام اللي هي بيقى فيها دي بتبقى بيحصل ان دي لو فضلت بنفس طبعا انتعارفين اي ارتريول اي ارتريول بيبقى فيه بيبقى فيه انتمة وبعدين فيه مصرز متحواطة تعم اه الارتريول بطبيعته بيحاول يريجوليت الدم اللي طالع منه بالذات لو ايه لو فيه انجري وهو يعتبر اساسا الارتريولز دي كلها ايه او الارتريولز اللي هي يضمن ان هو الدم بياخده وعاوز يزود الدم اللي بياخده تعم بالذات ان هو المترنز اساسا الارتريول فبيعمل ايه فبيقوم جاي على التروفو بلاس سيلز بتربليس الميديا خاص ويبقى البلاد فسل لو كباست لو آآ سيستانس هاي كباست يقدر ان هو ايه يعدي دم ايه كمية اكبر ماشي هنتكلم بس فده او بيتبقى فيه مش لوس او احنا عونا دفكتب للساكن في العنين اللي ايه ده ما بيحصلش بالشكل ده تعم وده بيخلي ايه بيخليلك ان يبقى فيه ايه بقى ده بيخلي يحصل بيخلي يحصل ان هو ايه الهدف ان الدم بيحصل ان فيه دم من الام قريب من او هو على في البلسنت تعم هو ما بيروحش البي لكن بيحصل ايه جاز اكس تشينج تعم فده بيؤدي الى ان ايه ان الاكس تشينج من من الماظر للفيتس تعم بيقل ماشي كده بيحصل له ايه بيحصل ايه جاز اكس تشينج الديفكتب جاز اكس تشينج ده بيخلي فيه ايه استيت اسمها لما يبقى فيه الاوكشن اللي رايح للبيبي او اللي في دم البيبي يبقى قليل بنسميها ايه بنسميها بتاع اسمها هيبو هيبوكسيمي 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 معناها ايه معناها ديكريست اوكشن ان بلوت تعم ديكريست اوكشن بلوت دي ممكن ما تبقاش مشكلة طول ما ايه طول ما الاوكشن اللي رايح للتشو كويس او ممكن يقل ويبقى كويس اه مش ممكن انت حد يقل المرتبك في نفس الوقت انت بتصرف كويس وعايش كويس لا بتعنيش من اي حاجة ها فيش فيش اي مشكلة ها طيب لكن طبعا احنا نخلي بالنك احنا هنا في في تشينجز سلولي لاني نفس التشينجز دي انا بش راحها في الاكيوت هيبوكسيا في البيبي اسناء الولادة اسناء الليبر دي طبعا بتبقى مور اجريسيب ومور يعني مش ما بتاخدش الطايم الكبير ده والدليل ان هي بتاخد طايم الكبير لان دي بتبدأ زي ما انتو شايفين كده من 16 اسبوع ممكن تظهر في بعض المبهات 28 لكن في معظم الناس مثلا بعد كمان 32 لكن ممكن تظهر قبل كده فبيبعندنا في هايبوكسيميا وصلنا لمرحلة ان الاكسرين ادزا تشو ليفل قليل باسمها ايه هايبوكسيا طب والهايبوكسيا دي اكسرين قليل يعني ايه قليل بالنسبة لايه هو الاكسرين ايه لازمته بالنسبة لي الايروبك ميتابوليسم يعني معناها ايه معناها ان احنا بتدينا بتدينا نستعمل انايروبك ميتابوليسم تهام نستعمل انايروبك قليل معناها قليل بالنسبة للايه للايروبك ميتابوليسم هو البيبي بيستعمل الايروبك بيستعمل الايروبك بيستعمل انايروبك بس لما يبدأ يزود الأنيروبيج عن حد معين يبدأ يبقى فيه لكتك أسيد بي كون طيب ربنا سبحانه وتعالى برضو خالق للبيبي بفر ميكانيس فالكتك أسيد حتى اللي بيزيل ده ما هواش مشكلة تهام إلا لو وصل إن هو أدى إلى اتشينج أدى إلى دروب في البي اتش بينا في مرحلة إيه أسيدوزيس وهنا بنسميها إيه أسفكسي تمام ده جراد والتشينجز طب هو البيبي بيسايب نفسه كده في كل الحاجات دي هو دي غصب عنه دي حصلت غصب عنه خلاص دي فكتب ويف او دي فكتب ساكندري ويف او انبيجن دي حصلت نتيجة أساسا إنه هو عنده في مشكلة في البلاسينتا تهام؟ ودي نتجة ممكن يعني نتجة غالبا عن عن الام تهام؟ نتجة غالبا من عنو ايه؟ يعني cro食 disease affecting the endothelium and affecting the blood vessels. تعم؟ وكل ما كان the disease affecting the blood vessels كل ما كان the effect اكتر. يعني لو احنا بنتكلم على مثلا على diabetes mellitus بس مش اي diabetes كمان with vasculopsy. محدش يوما اقيله مثلا جسيشتا الdiabetes بيعني liga. تعم؟ ومش recent diabetes كده لسه دياجنوزت وبتاع واحد ما كوش لكن لو واحدة عندها 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 مش هاني تبتح حاجة ده نصير. تعم؟ طب ايه كمان يعمل الكلام دوت? تعم؟ ايه كمان? اه سيستيميك لو بس ارسل ما تدسشوا يا سلام لو معها انتفوسفليبت سندروم. او حتى انتفوسفليبت سندروم لوحده يعني ما هقول لها انتفوسفليبت ممكن ايبا برايماري او ساكرو. ماش كده؟ ماشي؟ ايه؟ هو كله اقوائر ده الانتفوسفليبت سندروم هو اقوائر ده نعم؟ نتعصدك انه ممكن ايبا فيه سرومبو فيليس. ممكن سرومبو فيليس تعمل كمان؟ ماشي؟ ايه كمان؟ رينال ديسيس؟ اسموكين؟ اسموكين؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ نعم؟ يا اقوائر او المهم زي ما اتوا شايفين كده ماتيرنال ايه بسيس كاردياك ايه يعني كاردياك ممكن ممكن ماشي فهنلاقي ان في رسك فاكتورز هنتكلم عليها وهنتكلم ان في حاجات اسمها وفي حاجات ايه وليها كل واحدة ليها ايه سكور انا الوقتي مش ده هنتكلم عليها كمان شوية لكن انا هدا في الوقتي ايه نفهم الامور فالمهم وممكن يبقى واحدة بتجيب كل عيالها عندهم اي جي ار وليه شفناها كتير واحدة ولا ضيابتك ولا هيكبر تنسك ولا اي حاجة بس كل عيالة تلاقي اول عين بعدين اكترينا بقى نخلي بالنا فنلاقي تاني عين نيجي نتابعه نلاقي بيحصل له اه ونصف ده ونيجي نقعد ونتابع ودي طبعا وهناكد حتى بتاعت كل حاجة هنتكلم عليه طيب المهم لما بيجي يحصل الكلام ده في العيال دي بيبدأ يحصل عاوز ياخد عاوز ينقذ ما يمكن انقاذه انت ابتدت الفلوس عندك تقلي هتبدأ تعمل ايه تبدأ توجه الفلوس اللي معاك لحاجات معينة ويه وتبدأ تقلل ايه تقلل المصاريخ لحاجات تانية ته فده اللي بيحصل في البيك انهو بيزود ال ايه اه البلوط فلو لمين للبراين طب ده ممكن نشوفه من خلال دوبرا الستادي اه ممكن لو جيت تشوفت الميدل سيربر الارتري ويست الريزيستنس او البلسطيلتي اندكس اه بتاعته تلاقيها ايه تلاقيها اه بتقل مش كده فده معناه ايه معناه ان البلوط فلو بيزيد ماشي تفانا طيب فده اول حاجة يعمل طب وبعدين نلاقي بقى ان البلوط فلو اللي رايح ليه مثلا الكيدنس يبقى ده ده هنا لا هيقل البلوط فلو اللي رايح للكيدنس ممكن تلاقي في بعض البيبهات يبقى في ايه كمان هولي جوهيدرام تهم طيب ايه كمان نلاقي اه يبدأ كمان البلوط فلو كارزيستنس في البلوط بشكل عام هو بيقل يعني ايه يعني البلوط فلو اصاده بتزيد مش كده? هيا ده معنى ان في زيادة في الريزيستنس بتاعت الارترس اللي هي غير الايه غير السريبرا سيركوليشن. مش كده? طب احنا ايه الارتري اللي اللي نقدر نشوفه ونشوفه كويس? الامبليكا الارتري. هنبدأ نلاقي ان في زيادة ليه الريزيستنس اندكس في الامبليكا الارتري. تمام? الفلو عادة بيبقى في اي ارتري? بيبقى في السيستول ويبقى السيستول. مش كده? بيبقى عامل كده. مزبوط? هيبدأ ايه? هيبدأ يقل عن الايه? عن الحجم ده كده? يبدأ. اتلاقي ايه? اه سوري. اه. خلينا. طيب خلينا سوري بس اقولك انا. فهو عادة بيبقى كده بيبقى فيه خط في كده. ده اللي هو ايه? اللي هو. اللي معناه اللي انت لو قطعته معناه ان انت ايه? اه. ان ان انت مفيش فلو. يعني طول ما انت فوق الخط ده انت الفلو شغال. تمام? لو انت فاللي بيحصل ايه بقى تدريجيا ان بيحصل ان انت تلاقي ان الفلو يبدأ ايه? يبدأ في الداس طول يبدأ يتأثر. ايه? يعني ايه كده تصير. يعني هو العادي ان هو ايه ادي? ده ستول وده ده ستول. وده بنسميه حتى بيبس ستوليك فلوستي. وده انده ده ستوليك ايه? ده ستوليك فلوستي. تمام? وده ايه اللي هو معناه ان انت ايه? ان انت الفلو في وان دايريكشن. تمام? ان انت اوي من الهارت. تمام? اوي من الهارت. تمام? اه بيجي يبدأ يحصل ان ايه? زي ما بنقول? ان ان ال الداس طوليك فلوس يبدأ ايه? يبدأ يتأثر. اه يقرب. تمام? وبعدين لغاية. ده 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 نتيجة ايه? نتيجة الزيادة. تمام? وبعد شوية الاسناء الداس طول في حتة ما فيهاش فلوس. يبقى فيه لوسط ايه? داست طوليك فلوس. معناه ان انت اثناء الداس طول الدم فيه وقت الدم سرعته بتتوقف في فلوس بسه. تمام? ماشي? طيب. ده معناه ايه? زي ده? اوي. وهي الهارت بتادي الفونكشن بتاعته نتيجة الهايبوبسيا اللي بتعرض لها. هو ده مركر ايه? ده مركر لكفاءة القلب. تمام? ان القلب ان القلب بتاع البيبي ابتدأ مايدخش كويس. تمام? ورزيستنس عالي. تمام? او الاتنين مع بعض هو البيبي فيه فيه كاتيكولامينز كتيرة. يعني انت حينها طلع ايه? طلع كاتيكولامينز كتيرة. كاتيكولامينز في الاول وسعت ان ايه? وبخلت الدم راح لفوق. بس ده هيجي لوقت كمان ان هو يتقصد نتيجة ان اساسا كل الدم ايه? في الجسم بيتقصد. تمام? فيبدأ ان ايه? ان رزيستنس تبقى اعلى. فيبدأ ان الدم ايه? في الدهسطول. الدم ماشي معقول في دهسطول يبتدى لايه? يقل السرعة. وبعدين ان دهسطول تعملت ايه? وبعدين زيرو. في حتة معينة. وبعدين يبدأ بقى يبقى في ايه? اه رفيرسد بلاد فلو. وفوقت من الاوقات كمان ممكن يحصل ان كمان الفينز الهارت يبدأ ان هو من كتر ما هو صدو رزيستنس ومش قادر يضخ فيها. تلاقيين ان هو الفينز بيحصل فيها ان الارتيريال ويبس بتأثر على الفينيس فلو. فيحصل لك بالسيشن في الفينيس بلاد بيسل. واكتر حاجة بنشوفها اللي هي ايه? اه. وصلنا المرحلة دي معناها بقى ان ايه ان البيبي متأثر بشكل ايه متأثر بشكل وتعامل على الحاجات دي كلها وتعامل فهنيجي بقى نبص كده ونشوف الايه طبعا هنا برضو ممكن ممكن البيبي هنا ده لي يعني المراحل الاخيرة دي الان MAN Can Be lost or Reversed او ده ممكن يبقى ليها凝ought لكن ممكن يبقى البيب� reservation and CDG نبقى وأعاوظ لك إنه ممكن يبقى loyalcrit Industries and CDG يبقى جيد وأعاوظ أقول لك إنه ممكن يبقى reverse Deutsch and CDG نبقى لأن أنت علشان معناها أن هو تأثر بتاعليا ان هو خلاص ان انت الهيه او يعني بشكل كبير طيب خلينا نرجع الهيه بتاعتنا فهو بيقسم لك اللي هو 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 بس هو ممكن يكون وممكن يكون كمان ايه اه وممكن يكون بسبب ايه بسبب بس كولار يعني مش كل في الديفينيشن ايه اه يعني فيه فرق بين اللي انا شرحته الاصد الاصد في الايه في الافتكشن هو في الجايدلاين اصده الاصد في والليه الاصد اللي هو بعد ايه ثيرتي تو ويكس وفي سيمتريكال وفي اه اسيمتريكال الاللي اونسد ده مش هو مش هو المست كومن المست كومن في الايو جي آر او اللي هو ايه اللي هو اللي هو اونسد معظمه او يعني ان هو ايه اكتر مع الايه مع اسيمتريكال وبيحصل ديكريز او بروبورشن ديكريز في الارجان ويتز وبيحصل كرز ايرلي وغالبا بيبقى يعني دايما بنقول الاسيمتريكال ده ايه ده ماثرنا القوس لكن الاسيمتريكال ده ايه فيتال كوس تبا والالتراساوند بيوميتري بنلاقي كل الميجردز ار افكت تبا طبعا بنقدر نحط نعمل اكتر من اورجان بنحطه على ايه على الجروس شارت نلاقي ايه نلاقي ان هنا الهيد والابدوميال سركونفرنس ار ايكوالي افكت نفس ديكري ايه الافكتش تبا دي كلها كوس دي ال 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 ممكن تبا ممكن تبا ممكن 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 بعض ممكن تعمله السيتوميجال الروبيلا البرسيلا التوكسو بلاس موزيس المالاريا الاستيريوزيس ممكن تبا جناتك كوس سواء كانت كروموزومة سواء كانت يعني فهي حاجات ايه لحد ما اوليها جناتك ركزي دي السموكينج بيعمل ايه بيعمل لكن دولا بيأثروا على ايه اصل الالكول احنا قلنا المرة اللي فاتت بيعمل ايه فيتال الالكول وده بيأثر اللي هو اكتر حاجة يعني فممكن نلاقي بعض حد اخد ميش ترك زيت او فيمو سرب بيأصلي على ايه على الجسم كله ده مش كده نفسها بتتأثر من الايه من الاول تعم الوارفرين برضو ممكن يعمل تأصلي على الجسم تعم بعض اللي ممكن نلاقيها في ترايزميس تعم ودي ممكن نلاقيه جايبها لنا في الاسئلة يعني بشكل غير مباشر كده يعني انه ايه انه لقيت انه سيمتريكا ولقيت انه بتاعه نورمال يعني رغم انه فيه لكن دوبلر نورمال ده ماشي مع ايه انه حاجة اكتر يعني حاجة ايه اا 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 او 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 اا 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 موجودة فيه المترنة الاج يعني ممكن يبقى ولو ان الناس اللي هي برضو بتبقى ايه بتبقى ممكن يزيد ال بسكولر افكشن ليها والاج ريس فاكتور ليه الاج هنتكلم عليه لكن برضو مهي ومعها ومعها ده ممكن تبقى كرموزومة ايه ابنورماد فالاج نخلي بانه ممكن يمشي في الاتجاه ده وممكن يمشي في اتجاه برضو الافكشن وممكن يمشي في اتجاه الفلاسينتال افكشن او من الاول كان مبين انه ممكن تكون اا او لو هو فيتل كوس هببقى دوبلا نورمال او ممكن يبقى نورمال وممكن ساعات يبقى بتفكر اكتر نخلي بقى هاي دي حاجات مش بس حاجات ممكن تخليها نفكر ازاي في الكس مقابل ثانا الات بيبقى فيه زي ما قلنا brain sparing effect و depropriation عادة بيبقى لاتر في ال pregnancy مع ال wave invasion و البي بيبقى نورمال مكفوش اي colcheter macumations ولا حاجة لكن بيبقى small in size وبينلاقي ان biberital عادة بتبقى preserved ولو ان ان بعد كده بيبقى كله بيبقى ايه effect وشايفين هنا head circumference على مدار الجسش ال H بتدت ايه تقل اه بس بصوا هنا ال abdomen circumference هما الاتنين بيقلوا بس نخلي بلنا ده ايه بيقل اكتر فده طبعا ماشي مع ايه مع انه طبعا زي ما قلنا ان ده بيبقى ايه defective secondary wave of invasion normal pregnancy نبص ال spiral arterioles اللي هي داخلة الا stroma بتاع ال endometrium عاملة ازاي هي non-pregnant كانت كده ووسعت في pregnancy كده كده بتوسع تعم لكن هتوسع قوي normal secondary wave invasion ولا هتوصل لمرحلة ان هي ايه ان هي تبقى مش قادرة تزود الاحتياجات مع العلم ان البيبي طبعا بيزيد في الجروس واكتر الجروس للبيبي بيبقى ما بين ايه وايه ادماء اكتر البيك بتاع الجروس بتاع انت تلاقي تغير الوزن وكده عادة في العادي من 28 ل2 ده اكتر وقت 28 بروض عليكم 28 32 دولار اكتر وقت بنلاقي ان البيبي بيحصل له جروس بعد كده بيحصل يرجع شوية تمام الا لو فيه بقى البابي ضياباتك ولا بتاع دي قصة تا لكن في العادي انت بتلاقي اكتر زيادة في الوزن او كده من 28 دولار 32 30 صورة تانية اكثر توضيحا ما خدش الصورة ده سيف الممكن في اسطبط ده احسر 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 هم شايفين الساكن بتاكل ازاي المسكولوزا بتاع البلوت بقيت ريبليس ايه المسكولوزا تقول لي طب وبعدين ما هي هيقع كل ده هيقع خلاص ما هي كل الانتما لي اي سو سوري كل الاندوميترام بيحصل هي شايفين تمام ده اللي انا كنت بقول لكم عليه تمام ان بيحصل رديوز للأوكشن بيحصل يزيد السين ناس يبدأ يبقى فيه الامبليكال ارت رزيسفنس يبدأ الاندوميترام يقل يبدأ يبقى فيه الوغوهادراملوس وبعض التغيرات التانية اللي هو البيبي كمان ممكن يتأثر بها لتر عن يعني يبقى فيه عنده نيكروتايزنج انتيروكولايتس ليه الاندوميتراملوس باكسر عرضة لها حاجة اسمها ميكون يبقى كل ده ممكن يبقى طبعا نشوف ازاي ده في بتاعتنا نلاقي تعبر عن الريزيستنس في الميدل سريبر أرتري ونلاقي هنا اندوميتراملوس الامبليكال أرتري رزيستنس اندوميتراملوس طوله بعد كده وبعد كده وبعد كده الريزيست دي بعض في كل الحاجات بتاعت البيبي يعني اللي احنا عاوزين نكروليات مع بعضها نلاقي هنا اللي ممكن يبقى فيه فيه هنا ممكن لغاية ما يوصل ليه في الفينس الهارت بقى فيه برضو هي مشكلة البيبي اساسا واللي بيموته هارت يعني الهارت بيوصل ان هو يتعرض لأسيدوزيس وبيتعرض بيدقها ميقدرش مش قادر يستحمل اكتر من كده تهم فبيحصل بيحصل لالكارد اللي هي بيعبر عنها على فكرة الفينس اللي هي بتحصل في الاخر تهم وده طبعا اللي ممكن كمان بن بتاكت بي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي لما بنعمل سي تي جي بنقدر ان احنا بنشوف الايه بتاعت الايه يعني يعني هي من اكتر الحاجات اللي بتعبر في البابهات ديت لان احنا ما بنبقاش مستنين او تبقى البريابيليتي البيفاسكال من الحاجات اللي هي ما تستعملش كتير في ال يوكي او عن تاني ما بنستعملاش خالص تهم اللي هو ال اكسبت الامنيوت يعني نحنا نقول هنشوف بقى الا الايه ده الكلام ده عادتا ما بيتعملش لكن ممكن الامنيوت فلويد فوليوم لكن طبعا يعني اللي واحنا بنعمله هنلاقي ان في دي كريز الفيتال اكتيبيتي هنلاقي ممكن اللي احنا عملنا الكمبيفاسكال مع البيفاسكال مع ال سي تي جي فنلاقي برضو في الايه اللي اتسي ده من الاول كده لو احنا حبينا نحطها كترتيب المية السيبر زيادة قبل الامباليكال الامباليكال مالكش ضعب الامباليكال ده قصة تانية وعد كده نبدأ الابدوم وعد كده الامباليكال لغاية ما نوسط من السي تي جي ده في الآخر خلص طبعا الامباليكال الايو جي ار في ماترنال وفي ايه فيتل وفي ايه كمان وفي نيونيت ده يعني ماهو كائن يعني مش فعنا ان انت ولدت خلاص ان البيبي ده ايه نعرفوش مش ناس اللي بتنام بتحبوا صحيكم ولا ممكن احتجيت ناس لا السوا في ناس بتيجي عشان تنام يعني في ناس بتقولك يعني بتحب صوتي في ماترنال طبعا ممكن ما ننساش ان احنا نفضل مهتمين بالبيبي واحنا عندنا ام بتتعرض لماترنال كونديشن اساسا هي تستدعي الدليبري مثلا قبل الماتر قبل يعني لو انت بتتكلمني مثلا تلاقي الناس ايه بتدور عارفيت اصو بتاع والعنى ايه سيبقى طب هو ايه اللي تلاقي تسيب مهي كلامس اه وابتدى فيه التقفير اللي انتوا عادين يعني مركزين على البيبي والدوبلا والدشيرجس هو اه فالاساس لا هنا انت عندك الماترنال ممكن تأثر يعني احنا بنهتم برضو لازم يبقى ايه الموضوع هي جزء او المخاضرة دي او ده جزء من ايه من بتاع ايه الماظر فما ننساش ايه ان ممكن تكون تتعرض ليه محتاجة ايه انت الكمبيكيشن للبريترم بيرس طبعا انت ممكن تضطر تولد البيبي فده يعراضه لي نيكروتايزنج انت رايدس لو افر سكور هايبوكس انجل البريين كرونيك لانج دي كل الكلام الكنوبسي فدي حاجات ريليتد لي البيبي اكتر ما هي ريليتد لي الاجر احنا اضطرنا نولده انت مولده وممكن يبقى فيه تانية برضو بالنسبة لي الفيتس او يعني برضو يتعرض لي كتيرة من ضمنها الهايبوكالسيميا والهايبوكليسيميا والهايبوسيرميا طبعا بيبقى البيبي ده نتيجة الهايبوكسر الشديدة حاصل ايه بوليسايسيميا البوليسايسيميا دي بتخلي ايه ممكن ليها مشاكل فيها وممكن نتيجة البلود بيكسر وممكن وممكن توصل لي ومانتال وفيه بقى ميتابوليك ميتابوليك بروبلمس وسطها واحد اسمه باركر هايبوكسيز او باركر ده عمل هايبوكسيز كده لأن العيال اللي هي اي جي ار اللي هما تعرضوا الهايبوكسيا وكده ممكن يكون عندهم اكتر بساتر بما تحملو من مشاكل بقى اللي هو اللي هما يجي لهم يجي لهم يجي لهم هايبرتينشان يبقى عندهم سنستفت للكاتيكولامينز وزيادة في الكاتيكولامينز يفضل طول عمره يعني بسبب ان هما تعرضوا لزيادة الكاتيكولامينز في يفضل عندهم اللي هي تطلع كاتيكولامينز ايه على طول ويفضل يبقى عندهم ايه ويبقى عندهم هايبرتينشان وضيابيديس وإنو سيلي الانجري والأسر سكروس انت بتحبها راشة وكل حاجة ايه عشان لو حملت هي دي يعني بعد كده هتبقى هي عندها هتكيب بيبي بردو عن هجاوة لا 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 دي كمبليكيشن اللي ايوش الريماتورتي ايه لك ان هي بريماتورتي الريماتورتي هي اول واحدة تهام ده بريتر مبارس بس تاني واحدة دي شورت ترم بتاعت الاجر يواتوات من اي جر تقولي طب ما فيها حاجات بريتر بس حاجات اكتر بتحصل بساب الاجر يعني الالكترولايت مع الاجر اكتر والبوليس اي سيميا طبعا ما هواش من البريتر ما بيقاش معه بلس في سيميا لكن ده بيبقى معاه بلس في سيميا فالحاجات دي بتساب ودي حاجات بقى لما يبقى عنده عشرين سنة تلاتين سنة طول حياته عايش به بلس في سيميا طب CtG changes ها عن CtG ليشور للوحد ولكن الsequence تصيجين ممكن تبقى ويتلاقي فيه وممكن up to وهم يعني بيفضلوا ان هو يتعمل بالذات على الاس اللي هو او على اكتر يعني الا ان هي بتبقى اكتر يعني فده طبعا دي ليت زي ما انت شايفين علاقتها بالcontractions وده البيت توبيت من اكتر الحاجات اللي هي يعني تعبر اللي هي short term دي اكتر حاجة ودي ما بنقدرش نعرفها بمانترين وز اكتر نلدوبل التجنيك اوهور مجرد باي اكتر نلدوبل سيسنك اه 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 شورت ترم بيباتي از الموست كومني انكاونتر وز بروس اه باردد كرون كاليسترس فيتس يعني لو في فسالة انه احنا نقدر نحنا نعمل كومبيوترايز ديانالسيس ويدينا كومنت على الشورت ترم بريابيليتي هنكلم في الستي جي هنشرح الفرقات مجرد هو اي اكترنا مورتين هو لونج ترم بريابيليتي لكن وكان ان احنا بي الكمبيوترايز الانالسي نوعية دي كومنت على ممكن مايبقاش accurate لكن دي مسلا دي انت عندك فيا بريابيليتي هنه فده طبعا ده ردوست بريابيليتي هنه دي صورة دي ايه نوع الدس ريشن مدام مختلفة في الشكل والتوقيت يبقى ايه يبقى بريابيليتي دي سيليليشن فهلا ماهو كل دي سيليليشن يتبقى مع الكونتراكشن دي ايه دي دي اللي دي سيليليشن سايفها شكلها قريب من بعضه فهلا وي مع الايه مع الكونتراكشن طيب تعالي بقى نرجع لي الشكل بتاعنا بكلينيكل طيب هو انا المفروض ازاي ان انا اا او هبدأ ان انا اا اا ادتكت السمال فور gestational ايج بيبس المفروض ان احنا عندنا عندنا وتفرد وانت انت بتحط دلوقتي الكلام هيمشي عليه كل الناس اللي يعني 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 لو هي بتتابع وبتتابع مع الميد واحد او وهتعمل معروف ان عندها problem وبتتابع مع ايه مع الاوبسترشن تمام بس في الاخر هو فيه risk factors لازم ان هو يتسير عنهم في الهيشتري او يتعاملوا فيه او لو حاجة فيهم ظهرت اثناء الشخص اللي هو بيتابع الانت واللو محتاج الريفير يريفير فانت بتظمن ان كله ماشي بطريقة واحدة تمام فدي اساسها علشان هي دي بتاعت الايه او way of screen او initial way للسكرين فيه هنتكلم عنه فانيشي لكده لازم يبقى كله عارف ان فيه minor risk factors وفي major risk factors ستعالوا نبدأ بالميجور طبعا تمام اي pregnancy اكتر من 40 ده major risk factor الاجر هنعمل له ايه هنشوف هنعمل لكن مجرد انه اكتر من 40 سنة ده major risk factor الاجر طب لو smoker اكتر من 11 سجارة في اليوم او او 11 major paternal small progestational age او maternal small progestational age طب مش معنى مش معنى مش معنى مش احنا رسا ايانين لو هي تعرضت لي هيبقى عندها اساسا قالك ان هي دي هيبقى عندها بنتابوليك سندروك وهيبقى عندها الكاتيكولامينزا عندها اعلى من الشخص العادي وهيبقى عندها الفصل بكل حاجة بكل حاجة موجودة هناك الفايل بتاع العيانة اللي هي جالك تتابع معاك انتريتا لكيب لو انت تنحصت لو انت حبيت ترجع لي وزن بتاعها اسناء الفيرس والفينتس اللي حصلت اسناء الفيرس you can no you can you can انت فانت خالي بانا عشان ممكن تجدنا كده في مسالة وانت هتقول لك هو اي وليجة هيبني وزنها لما امها لما انت مارزت ولانت هتقول هو عبيد ده ولا تحبو تحبو طيب لو كوكين يوس كوكين يوس ديلي فيجرس اكسرسايز بس مش اي اكسرسايح احنا قلنا الاكسرسايز تتماشى تعمل بتاعنا كان واحده بقى ايه اني رابط اكسرسايز كل يوم وبتلعب حديد ونش عارف ايه وبتعلق فدا مش بتاعك ايه فا ديلي فيجرس اكسرسايز بريبي اس اه اه بريبي اس ستيل بيرس ته كرونيك هايبرتينشن ديابيتس بس معها فاسكولر بيسيس رينال امبيرمنت انتفيسبليبت سندروم هيفي بليدينج سيملر تومنسيز أثناء الحمل ده يعني واحدة كل شوية عمالها عندها بليدين نحن نقول علي سيارة اللي بسكالتش ده لأنه هو بيزود الرسك بتاع الـ IGR بس يبقى كمياته مش بس او لقينا البابا ايه اقل من وده بيتقاس ايه فلاقينا انه هو قليل ولا عنا مش دون ما طلعش انه هو دون او طلع ان هي مش كانت ان هي تعمل انفيزف تست اللي تعمل سندروم بس لقينا ايه ولا عجل ده اذا مايجور رسك فاكتور لـ IGR فده غير لي ايه هيغير لي الانتنيتال كير مجرد ان الحاجة واحدة كده طلعت لي وطلعت في الحال ده تمام طيب تعال نشوف في حاجات منها يعني هي الميجور بس اقللها شوية يعني الـ IGR كنا بنقول في الميجور كان اكثر من 40 طب لو من 35 من 40 من او الميجور محتاجين نجمع منه شوية هنشوف بس يعني ايه بات مال IVF مجرد ان هي حامل على IVF طبعاين وان ايه رسك فاك نال لبارتي مجرد نال لبارتي اه الـ Body Mass Index قال لي من 20 او 1 ده بياخد 1 ممكن ما يفعل مش هنعمل له حاجة اساسي هنشوف او الـ Body Mass Index واحنا كنا نعليين هنا اكثر من كام الـ Body Mass Index اه اه مفيش اه اه يبقى الـ Body Mass Index لاما أقال من 20 اما الـ Body Mass Index من 35 لي من 25 لي 35 من 25 لـ 35 طيب اتقول لي فابق اكثر من 35 لي مش موجودة ليه مش محتوطة في الميجور بس محتوطة ان انت اساسا مش هتقدر تتحرك او هتعمل فلو اف للبيبي بالطور العادية لكن هي اعتبرها انها محتوطة في الميجور يعني ما يجيلك Body Mass Index اكثر من 35 اعتبرها ان هي ايه ان هي تابعي ايه في الميجور او ربا احنا نتكلم لسه فيه وبستي وفيه حاجات كنان سموكر قلنا هناك ايه اكثر من 11 طب من واحد لعشرة ماينور لو فوت انتاك بري بريجنانسي 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 انترفال اهل من 6 شهور او اكثر من 60 شهر ها فكل دي حاجات ايه هي حاجات ماينور آآ قالو مايجور او قالو ماينور على حسب ايه اتقالي الكلام ده على حسب الودز ريشو بتاعت كل حاجات فعارفين الودز ريشو طبعا او ريجنانسي ان انت مجرد وجودها ده بيزود احتمالية ان هي تبعي ايو جار كم مرة يعني وهي ستة الودز ريشو ستة واربعة من عشر مجرد 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 ستة واربعة من عشر على فكرة ده على حاجة بتزود اللي فات كان ستلبرس وستلبرس يعني هو ستلبرس بسبب ان هو نون ان هي ايه ان هو قصة تانية هو مش موضح هنا لكن ده قصة تانية والمالش من تبتعنا قصة تانية عشان مروي ايه ان دي ما انا اوطعش بعيد لكن لو كانت مسلا بريك لامسة وحصل ستلبرس لا ده معانا هي لو كان ستلبرس وعنك ستلبرس ومالقناش اي حاجة وبتاع لا ده ايه ده معانا لكن لو هو كروموزومة المعروف ان هو داون سندرول ومات عشان داون احطوا معايا هنا واحترانكم رغم ان هو مش مكتوبة ونخلدان مش كل حاجة مكتوبة تهام في حاجات بتتحس اه ودي اهم من الحاجات اللي بتتكتب تهام ماشي عاوستان اقرأ اقرأ استاتيستيكس واعرف يعني ايه او كنت حضار تحس الاستاتيستيكس لانك انا عندك فرص كتيرة تحتها انت في سندرول ستة واثنين من عشر يعني عشان لو جاب لي طب ليه انت بتقول لنا اللي ان هو بيجيب ساعات في الامتحان كده بيقول لك اكتر حاجة بتعمل او بتزود لك الريسك بتاع الاجر ويديك سيارات يقول لك بريبيس ستلترس انت بسوليبس سندروم ضيابيس سوسفاسكولار دسيز رينال امبيرنو ويقب لك ان طب 5 ولا طب او حي بريبيس ايه بستلترس ماشي ماشي ايه عاجات تانية طبعا اه بريبيس سمول فربيستشنال ايج باترنال سمول فربيستشنال ايج باترنال ايج باترنال ايج يفيك كل الحاجات ديه هاللحظ حاجة هنا ان الحاجات دي كلها فوق ايه فوق اتنين اه يعني ايه برضو هنا هتطلق ايه اه لو ماترنال لو ماترنال اه اسناء الحمل هي مش محطوطة في الريسكتك بس اه لو انت برضو لقيت ان عيانة لان هي اه اسناء البرجنسي اه اه مش اه مفيش ويت جين وهي رغم ان هي اه يعني اه بس هي هي مش محطوطة على اساس ان هي العينين اللي هم مال مال نارشد يعني يعني مال نارشد اكتر لكن هي مش محطوطة ما نقنهاش فيه ريسك فاكتورس لكن هي برضو من الحاجات اللي هي ليها اه امبكت يعني كستاتيستيكال وكده ليها امبكت فيه انها تزود الايه البابا طبعا احنا قاينين ان هو اقل من بوينت فور ده برضو اتنين وستة طبعا لو هي في الحمل دوت ده برضو بيزود الريسك اه ودي هنشوف هي واخدة اتنين هنشوف ان احنا ممكن اه بتغير لنا في الانتنيتال كير ازاي في حاجات دولة تلاحظوا ان كل الحاجات اللي هي هتلاقيها بقى اقل من اتنين ديت دي كلها تابع ايه الماينو ماشي كلها تابع الماينو الريسك فاكتور طيب تعال نشوف الاسكريننج بقى الاسكريننج بتاع اه 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 اساسا مبني على ايه؟ مبني على الريسك فاكتورس من الاول ليه؟ اصل الريسك فاكتورس دي هي اللي هتخليه هتحطيني هو الحمل ده هاي رسك الاي جي ار او وده بيتعامل طبعا ات ات بوكينج طب تقولني بس ات بوكينج نحن وكل الحمل والولاية ده دايما انا بقول ده ايه ده دايناميك غورك يعني ايه؟ يعني كل مرة بيحصل الحاجات الجديدة فممكن كل مرة الكلام اللي كان واحد بيقول الواحد اتغيط خاص اتغيط خاصة ايه اللي كده؟ انظم هو لان هي الدنيا بتتغير اه؟ زي ما احنا بنغير كده في الكورس وبغير في الحاجات فهو برضو البرجننج يقوله دايناميك اه؟ فالكلينك الاسيسمنت زي ما انتو شايفين كده بناخد هي البوينتس دي هي تمبلت اف هستوري يعني انت المفوض في الهستوري تيكنج بتاعك للواحدة تيبقى محطوط فيها البوينتس اللي احنا قلناها دي لان دي يا تيها اللي هتخليك ايه؟ هتخليك تقول ده هاي رسك ولا لو رسك دي السمول فور بستشنال ايش تهم؟ اه لكن لو احنا بعد نفردها زي ما احنا بنتكلم عادي طبعا الاوبستاتريك اوتكم اللي فات اه طبعا ما هيفرق معاي لو هي كانت ستين بيرس ولا سمول فور بستشنال ايش تهم؟ حاجات تفرق معاي كتير طب ميديكال هستوري عندها بيك لامسي على ستمكنوب بس كل ده يفرق معاي طب سوشيال اه دراج هستوري تهم؟ اه فاملي كل الكلام ده يفرق معاي تهم؟ ومهمة اوي دايما احنا بنعمل في بشكل عام بنعمل ايه؟ بنعمل فيتال كتير جدا لما انت تيجي تعمل بعد كده سكان واقول ان ده سمول ولا مش سمول ده يساعد جدا في بتاع الجسشنال ايش؟ فده من الحقيات المهمة اللي احنا نازم بيتعمل في كل حامل تهم؟ ويعيدوله حاجات روتينية يعني احنا الهيستوري تيكين جدا روتين الهيستوري تيكين جدا روتين ويه كمان والانومالس كان ما بين تمنتاشر وواحد وعشرين اسبوع ده ايه لحاجة روتينية تهم؟ سواء لو ريسك وهاي ريسك احنا شغالين دلوقتي ايه عن حاجات ده؟ الليو ريسك وما تلاقش عندها ريسك فاكتورز من الحاجات ده منكمل الحمل متابعة للفيتال جروس وده كلك يعني قلنا ريسك فاكتورز شفنا الفيتال جروس في الايه؟ فيه حتاشر اسبوع والتمنتاشر اللي عايشين اسبوع واحنا كده كده بنشوف الانومالس كان فهو لازم هتشوف الايه؟ البرم وعلى فكرة ممكن تبدأ تشخص ان البيبي ده سمور فلوسيشنل ايه؟ في الايه؟ عند عايشين اسبوع وده طبعا ده ديفينات اللي قولت سبت ديفينات اللي في مشكلة بقى فيها مشكلة؟ طيب طيب لأ الامور كويسة واحنا مكملين الميد وايف بتعمل فلو اوب بالفيتال جروس بالسيمفيزيو فاندال هايد طيب وبس تقس كده وخلاص بتقولناه كويس ووحش وكده ده معمول شارت للايه؟ للفاندال هايد وبيتعمل كاستمايز للست ممكن يتعمل كاستمايز الميد وايف بتطلب وقتها بياناتها وحطاها على برنامج معين او على النات تطلع لك لو حطيت الداتا تطلع لك انت ايه؟ وتبدأ تحط ايه تعمل ما بينهم للايه؟ الجروس بتاع طبعا؟ طبعا موضوع اللي قدمنا كده انت تحس اه ده ده كويس ببقى وحشناك ما اتنش كده طبعا في ناس مش فيهم ان احنا نعمل ايه؟ نعمل اللي من ضل انهم الباضي باس انكس اكتر من 35 من اللي قال كده هم اللي ايه ده؟ ماشي؟ لو عينا فيها فايبرويد ماشي كده؟ طب لو توينز مش احنا معناش التوينز او التوينز يتبع اه هو برضو ماينفعش ماينفعش لازم ايه؟ تكيينها هاي ريسك دي رغم انها مش محقوطة في الهاي ريسك لكنها كيينها ايه؟ هاي ريسك ايه؟ ليه ان انت الفلعب بتاعها هيبقى بتاع الايه؟ بتاع الهاي ريسك ده اللي هو الكاستمايزد جروس شارت بالسناب شوت من الزي ما يعني ما هو موجود في بعض السايتس اللي بتحسبلك او بتديك الابشن هي تديك الافلوش او الجروس شارت يعني عشان تستعمله بتحط انت بينات بتاعت العيانة بتحط الحاجات عشان يرسم لك الكيرف اللي مناسب ايه؟ اللي مناسب ليه؟ طيب المدواف دي هتعمل ايه؟ هلا هي خلاص هتحط الحاجات وبس وبتحطه وبتكتب كده خلاص؟ لا لازم فيه على حسب الايه؟ الامور لو لقيت ان ايه؟ ان فيه single small fetal height plots below 10th centile او فيه serial measurement بفيها slow او static gross يعني مش بس ايه؟ single يعني سواء واحدة لقيتها single او كله كان ماشي يعني هي بتتبع من اول 24 اسبوع لو لقيت واحدة بس اقليل خلاص يبقى بتعمل ايه؟ referral طيب هو ماشي ماشي كده بيحصل ايه ايه؟ ايه دموع ايه pan проб feration thành gros او ايه ماشي ايه؟ ام ايه؟ ايه... recognise يعني يعني غير كده هل زي ما هنا في الانتيني هل الريجولر بيومتري لعليم لوريس هي لازمة بعد عشرين أسبوع أو بعد الانوميس كام مالوش أي لازمة الريجولروتين فيتر بيومتري not a not justified شايتين هنا static growth تقليل بيومتري 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 داي بانتا قلت ان هو الترسام طيب لو هي هاي رسك هاي رسك أو فيها زي ما هنقلنا ده ايه ده هنا القصة مختلفة فهنا احنا ما ينفعش ان احنا ايه ان احنا آآ نتبعها بي ان ايه آآ بالسينفزيون فانضل هاي طبعا وما هنتبعها ازاي طيب قبل ما هنتبعها ازاي هل في اكشنز اللي واحنا لقينا ان العيالة اساسة آآ آآ الترسك حتى من قبل الحمل ممكن ان احنا نقلل الرسك بتاعتها وفي طبعا اكشنز ممكن تدعينا اوه ميت اوه ميت اوه ميت اوه ميت فطبعا ممكن لو هي قبل الحمل ما كانتش بتاكل فروس ما خليها بتاكل فروس ايه آآ بتدخل طب ما نقلل اللي ايه السموك آآ بتبطى لكوكيتو ماشي كل الكلام داو طبعا طيب لو هي بدأت الحمل وعندها آآ ريزكس دي البركلمس احنا كنا قلنا ادينا هنت المانوان فاتت على انك خيه حاجة اسمها مودرد او خيه اسمها مايجور ريزكس نرى المسا هللا ان هم هناخدهم النهاره في اوبرلابنا بينهم وبين الريسك فاكتور دي دي فاحنا كنا بنعمل ايه في البركلمسة لو لقينا او اتنين مودرد ريسك فاكتور او اتنين مودرد ريسك فاكتور وعقاقت النهاردة عرفنا ايه من اول 13 اسبوع عشان ايه؟ ان احنا ال second wave of invasion تبقى off. تعم؟ فبنعمله ايه؟ فبنعمل الكامل. طيب. طيب لا هي العينة حامل وخلاص لقينا ان فيها ايه؟ risk factors. هنشوف بقى. risk factors اخبارنا ايه فيه؟ لو لقينا ان فيه major risk factor وهو اكتر من اتنين ultra ratio. اذا كنت قلت لكم رقم اتنين دخلوا بالكم. دي على طول بتبقى ليها follow up مش بالسينفيزيوفاندالعين. اما البيه؟ ultrasound pyometri plus umbilical artery doctor من اول 26 اسبوع. تعمل كلا 4 اسبوع. او لو العينة مش سيوتوبل ان هي تعمل سيمفيزيوفاندالعين. اللي هما الباضي مساندك ساكتر من 35. الكلام ده كله. طيب. لو هي فيها اكتر من او لو من minor risk factors نعد بقى minor risk factors. لو جبنا 3 minor risk factors يعني ايه. يعني واحدة من البردي. حمل مسلا by pf. ويه بتدخن اقل من 10 سجايل في اليوم. خلاص كده بقت ايه؟ بقت 3 minor risk factors. دي بنعمل لها ايه؟ دي ليها مالش انت مختلف شوية. دي قالك بنعمل حاجة اسمها امبيليكال ارتري. ايه سوري. دراين ارتري دوبلر. عند 24 اه من 24 وعلى حسب. لو هو تلع. اه. اه. لو هو تلع. اه. 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 نورمال. تعمل بنعمل لها بس. مرة واحدة. في. سيرترايميستر B. او قuyم. اه. لو هو طلع. نورمال. بنعمل لها مرة واحدة بس سيرترايميستر B. او اوتليكال الارري وي. اه. 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 و 은ه. ايه. او ايه ده. طب لو قلع بقى اه اه. اب نورمال لد ان عاملها كيانها ايه؟ كيا انها هايرس. يبقى 3 لو فيه 37 minor بنتعملما اتعامل معهم بالطريقة. يبقى. يبقى اعمل ايه اعمل? بتوين ارتي دوبلر من عشان البارع الشيء. بقيتوا نورمال يبقى محتاجين واحدة بس مرة واحدة مش محدد التايم بتاعهم. تعم? لكن مسلا تلاتين اسبوع عند اثنين وثلاثين اسبوع. اه سوريا عند اه اه اثنين وثلاثين اسبوع مسلا. تتعمل. اه لو هو اب نورمال? لا هنعمل ايه? اه فولو اوب زي ما احنا ايه? زي ما احنا اه اه كي انها ها? انا بس شرح لي الدوبرة. ايه? السيريال كل اربع اسبوع. اه ستة عشرين. نعم. 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 عن حسب هو رسك فاكتور استخد اسبوع عليه ولون results. يعني واحدة مثلا. اه 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 ايه و blir بسببت. نعم 30. هولو بسبب ا vulvireamesة. مش هتاكل. مش هتاكل. لكن لو اه 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 اسبوع ده و. وهي مسال فى ايه? ايه ايه؟ إيه والان في يسوا ايه vi؟ ماال angesوب انắng ده ايه اسبق لقاته في السية؟ مخراج ما بيأfectureش. تعم? الا قانت. سرائل فلو انت عكم اثنين يخلوها تاخد ما ها؟ ضبط ضبط لا ثلاثة مينور همش يسوي واحد ميش ثلاثة مينور يبقى ليهم يعملوا ولما يتعملوا لو طلع ان هو يتعاملوا معاملة الميش طلعوا ان هو نورمال نعمل مره ثلاثة و و ما يتعاملوش خالص ايوه نعملوا 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 انا قلت حاجة نعملوا 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 تحتاجوا بغاية يوملولا نعملوا نعملوا زي ما قلنا وده اللاين اللا هو عنده بنقول ان حصل فيه ايه ريفيرس او لوس وده السيستوليك وده السيستوليك في بقى حاجات بنيجي نحسبها يعني لو عايزين نحسب ريزيستنس بتحسب ازاي بتبقى عبارة عن البيج سيستوليك بنختي ناقص ناقص هو ما هو ال ايه ده البيج سيستوليك فيلوستي ال ايه ال ايه ال ايه ال ايه ال ايه ايه هو هو ايه 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 Resistance والإنديع رزيستنس إنديكس بالبيكس توليك . بالبيكس توليك هو الفرقب بالبيكس توليك findenorar بين ب소리 هو المجموع الاثنين على اثنين هيا هي إدي resistant يساوي ماليش الكلام الي الي يساوي يساوي إيه؟ البيعسي İSTOLIUVELOSITY ناقص ال- البيعسي كتابiker يساوي ال- البيعسي كتابiker مش مشكلة خط الحاجات دي كنت ب tirar فيه فشافه الدكتور بفصوير علي المين المين اللي هو يساوي اجمع ال- ا زااءed B باسهمهم على اثنين ده المين وحتى تانيبا كنت بقولهم بصفة كده انا مش حافظهم فتاو انا مش حاجش بيه ايو ايو في الدكتوراه ده انا اعرف واحد في الدكتوراه هو بس كل من نافه وصفة بيقول كلام كنت بسمعه بيقول كلام غلط هو معروف عنه ان هو كويس و بس واسف من نفسه قوي فبيقول بصفة اللي قدامه بيخاف ان هو يقوله انت قطار او بيتحرجوا من بعض لو انت قلتها بصفة وان انت شغالة دي قلتها لانا ممكن تلاقي لي بسا الاسياء دي ممكن ما كنتش اساسها ماشي؟ لا طبعا مش في المارسو جي في المارسو جي بالعكس لو انت في الانتحادات الاوسكي عادي جدا ان انت لان انت لو قلت كلام انت مش عارفه انت بدا معناه ان انت ففي دومين على السفتي في الاوسكي بتروح منه خلص فبتسكي فاكيد عا تسكي بغير بقى ايه يعني ايه المتاخل وكده بيبقى وحش. بنسبة ليه اللي احنا نستعمل لبعض الناس بيعملوا لدوبلغ كرسد للو رسك بريجنسي مش اللي عندهم مينو رسك فاكتا. احنا هم لازم يراكي ايه? خلالة طمعين. خلالهم ايه دا ملوش اي نازمة. ولكن هو ايه ان هو نوت اه بكماند. تهم? اه دا الهيطرين اعطري. اللي هو الهيه لو فيه اه النوتشنج اللي هو انديكاتين اللي هو بيقول نوع انديكاتين او هو انديكاتين بيه الروف بلاستك ايه اه اسمها ويف اف امبلنتيش. تهم? دا طبعا الامبلقة الارتري ماشي ماشي وده هو وده طبعا ده appearance of notch ماشي مش كده كله ده زي ما قلنا لو فيه abnormally trying بنرفير ليه بنخليها ايه اه اه بندفين ان ايه ان البلستيرتي اندكس اكتر من 95th century معناها ان فيه زيادة او وين هتبقى رفير ليه serial ultrasound ودوبلر من اول ambelical ultrasound من اول ايه 26 اسبوع لو normal خلاص هنعمل مرة واحدة ايه في الا لو حصل specific complications تخلي بانا عشان برضو ايه ممكن تجيب لي القصة كده وهو في الاخر تجيب لي ان هي تجيب لي دلوقتي مسلا انت برضا اه بقى بتاعها ايه على الجديد اه ماشي اه خلينا اخد بريك ونكمل بعد اه 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 رحيم اه اه لما يبقى عندي فتال abdominal circumference او estimated fetal weight اقل من 10th percentile single measurement او ممكن يبقى فوق 10th percentile بس اقول برضو انه هو فتال gross restriction اه لو في قلنا لو في slowing او static gross فلو انا عندي evidence of reduced gross velocity by using two measurement at least three weeks ايه apart تفهم يبقى لو انا بعمل اي follow up لا اي عينة high risk والدوبلر سليم وكل حاجة لايه single measurement خلاص دخلت في الكاتيجور بتاع الايه small progression ايه single measurement تعلم التالي او لو لقيت two measurement فيهم ايه فيهم reduced ايه reduced gross وطبعا المفروض يبقى كله ايه customized gross gross chart طبعا دي حاجات كويس قوي دي ماشية كويس قوي ماشية زي الايه زي وزي ما كنت بقول لكم اتلاقي الحتة اللي هي فيها maximum gross كده اللي هي ما بتاعت ايه 28 ايه بتلاقي كربة وبتلاقي ايه بيبدأ زي مش هنقول بس بيبدأ هو نفسه كبرسنتاير بيحصل 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 ايه اه اه كده ما بيبقاش او يعني ايه اه بيداميا للترانسفيرس شوية طيب اه احنا كده اللي قلناها المرة اللي فاتت اه او اللي قلناها قبل الريك احنا اخدنا الباس فسيوليج بتاع والترانسفيرس وتكلمنا على والترانسفيرس ولكن نخلي بينا من حاجة احنا كان كلامنا من لي ناحية الايه الليت او اللي هو الفلاسنتال كوزيس اختر والريسك فاكتور زي كده طب هل الفيتل مفيش وسيلة او احنا بنعمله برضو او بنشوف او نقدر نديتكت اللي ما طبعا مش احنا بنعمل الترساوند عن 18 لعشرين اسبوع او واحد وعشرين اسبوع اللي هو الانومالسكان دي احنا لو ادنتفايد سبير small وعند او 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 برضو او او في الفيتل ميديسون سبيش تعمل طيب اين الاكشنز اللي ممكن نعملها يعني احنا لو لقينا ايه 20 اسبوع لو لدينا ايه 20 اسبوع هنعمل ايه الاسباب ايه وكل السبب هتعمل له اللازم يعني ايه الاسباب ايه يكون جيتا الماد فورميشن يبقى نعمل الانومالسكان وتتحدى فيه تلمتسن يبص عليه. في الانتوميكال سيروبي كويس. طب انفكشنز. السيرولوجي ليه الحاجات اللي احنا ممكن الكمالكوزيس ليه. طب كرموزومة. وبالذات لو انا عندي حاجات في الاتراساوند ماشية معه كرموزومة مالفورميشن. مع كرموزومة يبقى نعمل ايه امنسنتيسيز وين كاريو. طيب. طعم? والفاسكولار ممكن نعمل بس يعني غالبا الاسباب دي ما بتبقاش ايه ما بتبقاش يعني صعب او ان الفاسكولار يبدأ بادل كده. طعم? فده اللي هنلاقيه بيتعمل. يبقى هنا في العنين السفيري سموحو بسيشن ايج نخلي بالنا من الحاجات دي ان مش كله بيتعمل. يعني ايه? يعني انت لو ما عندكش حاجة تسجست ان البيبي ده فيك ابنورمال كاريو تايبين. ما تعملش كاريو تايبين. طعم? اه السيرولوجيكال سكرينينج ليه الكونجية لسيتومجالو فيروس وتوكسوبلازموز انفكشن شو بي اخر في السيبير سموحووو بي تس برضو. اه وي الا اه يعني اه اه دولا ممكن يتعملوا بالذات يعني ايه? لو انت مش لايييه حتى مش لاييه فيتشارز معينة لكن طبعا لو عندك فيتشارز اكتر ناحية السيتومجالا وتوكسوبلازمو اعملوا. اللي انت تعملهم في هاي ريسك بوبيريشن هو المالاريا ولكن لحد ما كانش عامل او كان عامل وما كناش لسه عملنا اعمل بقى ايه واشوف المالاريا طبعا لو في واحدة يعني واحدة ما سافرتش وقاعدة في اليو كيه وبتعلق مش هنعمل واضحة طب لو واحدة شخصنا الليت قنصت سمول فوقستشل الاتش يبقى بنعمل ايه نحتاجين بقى نعمل سيريال اسسسمنت للفيتال سايز وامبيليكال الامبيليكالارتري ده بيعبرلي عن الامبيليكالارتري ده بيعبرلي عن فالامبيليكالارتري ده بيستخدم للمانشمنت بتاعة الناس اللي هي استخدم للمانشمنت تاعة الامبيليكالارتري ده باببرل ي глубوا انه هو من اكتر الحاجات اللي فرقت في المالشمنت بتاع الاجعار. خيام؟ الامباليكال ارت الامباليكال ارت مين اللي بيون لترائد امباليكال ارت ليه بقى؟ ده مجمعين الفورست بلوتس او مجمعين الدايرون بتاع الفورست بلوتس بتاعت ديفرانت ميتا انالسيس على ديفرانت ايه كونديشنس على ديفرانت اوتكامس فلقينا مسلا في البرينيتال ديس هو قلل الايه البرينيتال ديس مدام احنا عارفين الدايموند مش قاطع اللاينوف وان ده معنى ان هو ايه حصد سيجنيفيكانت ايه ديكريس فقلل البرينيتال ديس انت تتابع العينين بالامباليكال ارت الدول قلل النيونيتال موربيريتي قلل الاندكشن وانا بنعمل بساق قبلي اندكشن فليبر او بشكل كبير وده كان بيفرق معايا في ايه في الاوتكام يعني هو الاول يعني لما ايه يعني تخيلوا كده لو احنا ما عندناش الامباليكال ارت ولقينا بيبي صغير هنجق اميل على طول ان احنا ايه نوالة وده اللي يخلي البيبي يتعرض لي نيس ديس ماش كده يعرض لي وكده او كده هو ايه هو اتولد فبقى فيه انتربينشنز اكتر وسيليان سيكشنز اكتر لو انا عارف الا PERC استخدمته استخدمته ان انا اشوف هو مين اللي بحتاج ان انا اوليده نوع طول ومين اللي انا ممكن اعمله اشعائله ومين اللي ممكن استنى عليه ومين اللي ممكن ياخد فرصة كمان ان انا استنى عليه وياخد فرصة البطى لو ممكن حاجة هايلة فرقة معانا بشكل كبير جدا في المانيشمنت بتاع الايه ونخلي بالنا من الحاجات المهمة من الحاجات اللي بتفرق كتير جدا في ال هي الويت الويت طبعا في ال-IGR بيبقى اقل من الايه من ال-correspondent اللي هو ما نن ال-IGR فالبيب بتاع ال-IGR هيتولد بدري وهو كمان وزنه قليل فالأوتكم ممكن يبقى اسوأ من بيبي كمان اتولد ووزنه ايه ووزنه كويس فتعالا كده نشوف ده بيوضحني المورتاليتي بتبقى ايه في البيبي هات لقينا لو البي بيتولد عن 22 اسبوع ووزنه كان اقل من 500 جرام المورتاليتي بتاعتهم بتبقى حوالي كم 92% لو وزنه بقى 750 بنتكلم فيه مورتاليتي حوالي 90% طب لو احنا وصلنا ليه 24 اسبوع على حسب برضو لو احنا البيبي وزنه كيلو بنتكلم فيه 70% مورتاليتي يعني 30% هيعيشه نحنا بنتكلم اقل من 500 حنا بنتكلم ايه 400% هيموته طب دخلنا على 26 اسبوع ايه بتتحسن شوي بنتكلم فيه اه هنا بص هنا بقى الوزن بيفرق قوي لو انت لو هو كان 1500 بتتكلم 24% ايه مرتلت لو هو اقل من 500 66 ايه في المية نطلع شوية لعند 28 اسبوع لو هو 1750 اللي هو الوزن العادي المفروض ان هو يبقى في الهج او قريب يعني لكن هنا بيبقى ايه اقل من 750 ده ايه 37% ايه مرتلت المفروض عند 22 اسبوع المفروض يعني بنوصل ان احنا بيبقى عندنا ايه هو اللي بيموته في الاوزان العادية لكن لو هو وزنه مثلا اقل من كيلو بنبقى ايه حوالي 6% طبعا يمكن الارقام دي قديمة شوية ولكن هي امور ما تحسقتها ما تحسنت شوية بس ما تحسنتش قوي يعني ما تتوقعوش مثلا عن 22 اسبوع بقت النسبة احسن من الموجودة ها طيق ورحنا كده في انتو مصر يعني ايه هو دي منتكلم على منتكلم على العيال اللي هتعيش حيو يا ابنة 22 اسبوع انا بولد الناس عام 28 اسبوع 26 أسبوع مهو بايبل وارد وولد ناس حانك 26 أسبوع هي دي إحصائية بتاعة السيربيبل في بريترم بيرسيس في في الوقت ده موضوع الاتوبياباليتي احنا بنتكلم مش هو مش يعني أي حق يعني البابي لو هو فيه لو هو 21 أسبوع وست ايام وفيه موضوع وعملت وممكن اعمل ممكن تعمل عليه الموضوع ما هواش ما هواش الرقم اللي هو اللي انا هحسن بيه هقول ده يعيش وده ينموت لا ودي الأرقام دي أهميتها هي استعمالها في الكاونسل يعني لما ناجي ان هي فيها مثلا عندها بيبي سيفير لي ايو جي اار ونيتزي دليفيري وهو 26 أسبوع التشانس بتاعت السيربيبل دلوقتي بتتكلم فيها وهو وزنه أقل من خمسمائة قدام حوالي ثلاثين في المئة سيربيبل وثلاثين في المئة دي فيه كمان اللي هيبقى سيربيب فيه رسك لي السي بي عالي جد من الانترفنشن برده اللي فرقت فيه ال ال الانتنيتر استيرويد فهي قللت الانتنيتر ديس قللت رسبراتري اسمي ده اه رسبراتري سندروم قللت ال ال وقللت كمان وده وده افكت في اي اه يعني انا كان ما زودش هنا سلايد كان مفروض كمان ازود سلايد بس انتو بكتبوها ان كمان من ضمن الانترفنشن المهمة بس احنا بنقولها في البيتر اللي ممكن تحسن كمان الاوتكام طبعا الايه الماغنيسيوم صالفيت الماغنيسيوم صالفيت علشان نيورو بورتكشن طي قلل الانسانس بتاع السي بي تمام وليه كلام وهنتكلم عليه كلام اكتر في الايه البيترم بليفر تمام وكل ما البيبي كان بليترم وكل ما كان استخدامنا اكتر تمام يعني لو قلل من اتنين وتدين اسبوع ده البليفت بتاعته تبقى اكتر اكتر اه وطبعا بيستخدم ان احنا بنتي بنفس الدوس بتاعت الايه اله وهو طبعا كميكانيزم هو من فبيقلل او يعني الايديا اللي هو بيقلل ايه سمول فور بيستشنا انتعامل ازاي احنا ممكن شخاصه قلنا لاما اساسا المدوايف عاملنا ريفيرر اللي في ديلي او او على هاي تقلم التنسب او احنا واحنا بنتابع ال هاي رسك اه اللي هي فيها اه او 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 و لازم تبقى ايه كاستمايز سنتايا ها لازم تبقى كاستمايز او او برضو لقينا ان في ايه سلوينجلي الجروس خلص هنا هنقول ايه سمول فورجستشنا هنبدأ بقى اللي ايه المانجمنت بتاعنا طب لو انا المانجمنت جنايا على ايه على الامبيل الارتري دوبلر ابنورمال هنالتعامل بالونجمنت الامبيل يعني عندي بابي الابيبي كبير مشاك لارج فورجستشنا ايه والامبيل الارتريدوبلر ابنورمال هنت تتعمل معه بنفس ن AMY الفنود شعب حتى لو ههو مش التسماع فورجستشنا هتفلن ؟ طيب طيب القيام و هو نورمل. العمبلك الارتري دوبلا نورمل. وهو اسمون فرقستشل ايه? هنعمل ايه? بنقعد نربيت كل اديه? اسباين. فورت مايتلي يعني اسباين. يبا بدل ما انا كنت ماشي كل اربع مسابيع الاول بقيت هنا ايه? بسبب ان انا لقيته انه اسمون فرقستشل ايه? بقيت ماشي كل ايه? كل اسباين. تعم? طيب. وبنتبع بيه برضو? اب دومان سركمفرنس في تلويت و الامبلك الارتري دوبلا. ولو عدنا 32 اسبوع اعمل ميدل سريبرال ارتري دوبلا. تعم? هو المفروض من اللي يتغير الاول? الميدل سريبرال ولا الامبلكال? لا الميدل سريبرال طبعا. الميدل سريبرال هو اول حاجة بتتغير في الدوبلاد فرامتر. ولو الامبلكال متغير ما تدورش عن ميدل سريبرال. يعني لو الامبلكال ارتري دوبلاد ابنورمل بغض النظر على ايه الابنورمالي اللي فيه ما تبصش على ميدل سريبرال ارتري دوبلاد. ما احنا وقتين في اول حاجة قلتلك ايه? الميدل سريبرال ارتري دوبلا. نعم? طيب. يبقى ده ايه? ده كفول اوب. يبقى بدلا ما كنت بتابع كل اربع اسابيع بينها تابع ايه? طيب المفروض هتابع ايه? لو هو طبعا اتغير هنخش على ايه? على البعض طيب. اه واحنا بنتابع. امتى نوفر المفروض ممكن تدليفر باي سيرتي سفن اه ويكس. اه? 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 بالزاد كمان لو لقينا ان الميدل سريبرال ارتري دوبلاد فيه تشينجس. يعني انت عندك الامبلكال نورمل. بس الميدل سريبرال ارتري فيه وتغيره ده ايه? ده ديكريس في البلسطيليتي اندكس. ديكريس فيه. فهو او اينا بيقولك البلسطيليتي اندكس تاعت الميدل سريبرال اقل من? اه اه. فهنا ايه? فهنا وينيد تو ديليفر ما يعديش بايه او يعني باي سريتي سيبن ويكس. الكماند طبعا اقوى من اه من اوفر. كمان? يعني هنا ممكن نستنى شوية. يعني ممكن ان احنا ايه? ممكن نستنى يوم يومين طبعا. لكن بنبقى مور اميا لو عندنا ان هو اه مش بس ان هو وعندنا كمان فيه في البرسطيليتي اندكس تاعت الميدة سريبرال ارتري دوبلا. يبقى عند سبع وطاعت ايه اسبوع ايه? ايه? طب قبل كده? طب ليه بنعمله قبل كده? يعني احنا بنعمله بعد اتنين وثلاثين اسبوع. بنشوف بتاعت الكندشن. لكن هو مش هناخد عليه ديسيجن ليه. وقبل اتنين وثلاثين اسبوع ما تعملوش خرص. طيب. اه. consider delivery اربعة وثلاثين اسبوع لو في ايه? لو فيه static gross over three weeks. يعني لقينا ان البيب ما بيكبرش على مدار ما بين المرة والتانية التلاثة اسابيع. اه? وهو خلاص ليجموز اللي هو small for position age. اول ما يتم ايه? اربعة وثلاثين اسبوع. ايه? يعني الكونسدر اقله. اه. 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 دي قوية. اه. 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 يعني خلاص انا انا مختار ان انا هولد بايه بالسيسيريان سيكشن لعيانة عندي 37 اسبوع. يبقى اعمل حسابي قبل مولدها ادي ايه? ادي ستروت. ايه? لا 37 مش هل ما نسي مسافيك ساعة دي. بعد اكبع و تراتين اسبوع او بعد يعني 32 لكبع و تراتين يعني ماشي بعد اكبع و تراتين اسبوع و مفيش نيه. طب هنا الاستروت زي مش علشان ال علشان بتاعها على التي تي ان. انا مش عامس مشاكل. اي اي خيسرية قبل تسعة و تراتين اسبوعين ينفع ان احنا نجد فيه اي الايكتب سكشن. اي الايكتب سكشن. ينفع ان انا نجد فيها قبل تسعة و تدين اسبوع. ادي. فهنا هي دي تعتبر الايكتب انا متعتبرش الايكتب. تعتبر ايه? تعتبر الايكتب. ليه? انا هنا انا الا ايه? انا اللي محدد المعت و عارف و حطت البلاد. فقبل ما تولد بالترة اربعة اعطيان بيويد. وتقبر المهم ما يبقاش فيه فرق اكتر بالاسبوع. هدي ايه? هدي الايكتب ستروت. اه فده بالنسبة ليه النورمال. تعال نشوف الاكستريم بقى بتاعك. يعني ده النورمال فيهن. تعال نشوف الدرجة اللي هي ايه? الاكستريم. الاكستريم ايه? دوبلاد تشينجز في الضياع. اسوأ دوبلاد تشينجز هده اعتقولها ايه? كامبليل اعتري اسوأ دوبلاد تشينجز هي الابسينت او ريفيرس دوبلاد. ما فيش فرق ما بينهم? او ريفيرس. ما فيش فرق ما بينهم? اه يعني في الماناشمنت ما فيش فرق ما بينهم. هدش يولي ده. ده كان ريفيرس دوبلاد. ابسين ده بيتحسن. هم الاندين هباقي. هنعمل ايه بقى في الحالات داية؟ والله هنا بقى اللي يفرق معي الجسشنة الاتش لو انت فوق 32 اسبوع المفروض انه هي ان انت تولد ولو انت ما بين 30 ل 32 المفروض ان انت تولد بس على حسب ايه؟ على حسب الونت بتاعتك ايه اخبار؟ يعني لو انت عندك اطفال حلوة المفروض ان انت لاني طب مش معنى اختار ما 32 اسبوع ارجع الى سلايد اللي فاتت 32 اسبوع المفروض على اسوأ الفروض ستة في المينة وعلى احسن الفروض 0.7% مورتاليتس وده كلام كمان كان قديم يعني دلوقتي المفروض احسن كمان منه شواء واللي بيعيش المفروض بعد 32 هيعيش كويس ف32 اسبوع ده ابقى كان ال Macedogen0000 وده كلام طب من 30 ل32 والله الى الفرق ما بين 32 و30 هاي فهتلاقي كاتب لك ايه consider delivery at 32 اه 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 سلت ليه اه 32 wins ب Baş火 Betaが detSofts ال obscur 30 mole左右 72 units ب своеって احسن اصلي اصلي لو ا ده اصلي و اصلي اصلي و يد joeiser اصلي它يك وتصلي اصلي ايه على حسب هاب يقولك ايه ايه بят غالبا في الامتحان هيا يعني حطط لك 32 عشان ما يقيد في الانتحان خ perfekt ام pas ايه يلقبطك او لو هو عاوز يعني كده هيديك داتا على الكاؤنسلنج او على الاوتكامز بتاعتك اللي هي ما بين 30 الاثنين وثلاثين ان هو هيبوش فعليه. واحنا اميا ليه الديليف. ماشي? طيب. طب لا المشكلة بقى لو اقل من الثلاثين. او اثنين وثلاثين وانت عاوز تستنى لان انت عندك الفاسيليتز مش مش عالي قوي. يبقى احنا محتاجين حاتين. محتاجين ان احنا نعمل ايه? محتاجين متابعة قوية جدا. البيبي ده ايه? ممكن يفعز في اي وقت. مش كده? ومحتاجين ان احنا نبقى جهزين للولادة في اي وقت. فلعانين دولا بيبو كاونسلد ان هما هنعمل فرو اوب وممكن نولد في اي وقت. ودام هنعمل هنولد في اي الوقت يبقى نبقى ايه? ستيرويد. هم? الستينج اللي يوفر للعيانة الفولو اوب بالشكل كويس. هم? بس ممكن تبقى العانة في الهوستل. يعني اعاوز اقول لكم ان اكتر عيانين شوكتهم او عيال ماتت ماتت وهو عليه على بطنهم? الستي جي. هم? اكتر عيال استشهدت جانب الستي جي بيعمل لهم ايه? مولد. هم? وكانوا في قلب المستشفى وجانب قط العمليات وكل حاجة. هم? فالمهم ان انت ايه? ان انت الفكر العام ان هو يضمن لك ايه? بتاع المريهات. ماشي? فا اه فاحنا بنقول هنعمل هنا فولو اوب بايه بقى? ديلي امبليكال ارتري دوكتر. ديلي اراضيه. مش بس كده وبس. هنعمل كمان داكتس بنوزيس دوكتر. لان انت لو عندك فيه ابنورمال داكتس بنوزيس المفهوض ان انت ايه? ان انت اتولى. حتى لو انت اقل من تلاتين اسبوع. ماشي? طب. الاثنين ديلي. خلاصي انت. امбыليكال ويه انت لاس سيرت الخاص. ويترين دا منوش اي لازمة خاص بيان اللازمة البسيطة لقوناها في الاول. فجبت السيرتو خاص. وعاوز نشلهلك من الاول اشي تقولك. هو ابسنت انت انت يا سيليك انا بس ان ايه? بعمليها كل يوم عشان ايه ايه? هو ممكن absent. الحاجة التانية انا انا مين لي ايه? مين لي? التقس بي نفس. ماشي? لها نستنى لان الاوتكم تحسن في ناس لما استنينا احنا. انتفقنا ان ايه? ان احنا كل ما هنقدم. هو ماشي. تعال نرجع للسلايب اللي قابلها كده. اه مش بس كده كمان. تعالوا بصوا الفرق بين ال الستة وعشرين مثلا او الثمانية وعشرين والاثنين وثلاثين. بصوا الفرق كبير. يعني احنا احنا بنتكلم في يعني احسن احنا ايه? لا ده في عشر ابعاف. انت بتتكلم لعيال صغيرة كمان. انت بتتكلم على عيال صغيرة. احنا. انت زودت. يعني ان انت قدرت ان انت تتنقل من تمانية وعشرين وعشرين واثلاثين. انت ايه? انت آآ يعني الللت المرتلاتيس. بايه? عشان عشان. ها يعني. آآ قللت المرتلاتيس عشان مرة. تمام? آآ فده بيفرق معانا ايه معانا كتير في الفترة دي. فاليوم هنا بيفرق. اليوم هنا بيفرق فيه البناء دم دوت تهام؟ فالدسيجنز أصعبة ممكن يبقى فيها طبعا في بعض الأحوال لكن في الآخر لو هي تعملت مظبوط إلى حد ما ممكن تفرق فيه الأوتكم بشكل كبير سيبك هنا انت بتأمن نفسك وموضوع انه بعد الناس يقولك يقولك طلعوا بس وخلاص تهام؟ ومعظم الحاجات اللي تعمل عشان طلعوا خلاص دي مش بس البيبي مات تهام؟ ده ساعات كمان بتبقى العينين يتعاملوا في ظروف سيئة جدا ونتج عنهم نتائج سيئة جدا تهام؟ الحاجة التانية هو برضو نخلي بالنا احنا بالدليفر عشان ايه؟ علشان فلو انت مش مهيق للبيبي الظروف اللي تسمحه ان هو يعيش متولدوش يعني ايه؟ يعني انا هولده وما فيش حضار هيموت ما هو هو قاعد ما هو بيه؟ الى حد ما لأ وفيها بيبيهات لصة استوليك فلو وعشت تمام؟ ماشي؟ فلو اف ديلي وعادت تمام؟ 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 بنتبعهم بالدكتر سوبسيتيشي تمام؟ مثلا بيبي لصده استوليك فلو ستة وعشان اسبوع نعملو ايه؟ نعملو ايه؟ ها؟ بدينا لفرصة وستحصل فيه تحسن تلاقي شوية كان ريفيرس تقلصت لذلك فيه ايه فايدة لي؟ الفرق ها؟ ها؟ هو خلاص هو يعني in the verge of severe IGR خلاص هو ده اكتر حاجة IGR لكن هل الديليفوري بتاعته دلوقت اللي هو ستة وعشان اسبوع ها؟ هتنفعه وفي مصر كمان تمام؟ ده بالعكس ده هو في مصر ممكن يستفيد من القعاد اكتر من بره تمام؟ عكس ما احنا مبناء ماشي؟ وعلى حسب المهم الهدف ايه؟ انت بتعمل الصح الصح ده ايه؟ الصح ده ليه بجوه كتير؟ ها؟ الصح ده يختلف من حالة الحالة ويختلف من situation global situation تهم؟ تهم؟ لكن القواعد بتاعتك ايه؟ القواعد انا عاوز ادليفور بيبي في ظروف تسمح له ان هو عين يبقى لي فرصة فما جيش اجري او حد كتاب لي كده في البتاع ان ده ولا لا انت تطلع عالمستشفى بدها هنه؟ مش كده؟ وي نيد تو بربير بربير ايه؟ في الوقتي تمانية عشر اسبوع مسا طيب داكتس بنوزس كاتبين لدور النورم طيب هنخش المستشفى هنا في مصر هنا خلص هنجزم هنخش بيبقى في فاسيليتي ليه؟ ان انا اعمل دوبلر واعمل سيتي جي طيب؟ واشوف كويسين بنيدي ستيرويدز وبنحاول ان احنا نريبيت ايه؟ ديلي الامور زي ما هيك وسبت وكده ورتبت بحضا وكل الامور تمام يبقى بدأ ان انا فكر فيه الديليفور ها؟ والله الديليفور دي بعد ثلاثين اسبوع اوكي ماشي مفيش مشكلة ها؟ لكن الامور مهياش مفيش محتى والبيبي ده هيترمي في الشارع هينيت تو ويت لغايتنا ايه؟ لغايتنا اتوفر هيتوفر انت الله اعلم بس هينيت تو ويت ماشي؟ نرجع تاني يبقى ابس انت او ريفيرس الدياستوريك بلاد فلو ها؟ لو هي فوق اتنين وثلاثين اسبوع او في حياته فوق الثلاثين اسبوع هنعمل ايه؟ هنريكممند ايه؟ الديليفوري وبالذات لو كانت واخدة استيرويدز طب ممكن ناخر عشان نديستيرويدز؟ ممكن حتى وهي ابروتش انجل اتنين وثلاثين ممكن بس طبعا لو انت هتأخر عشان استيرويدز محتاج تعمل برضو الفورو اف بتاعها طب لو هي واقدر استيرويدز هتأخر ليه؟ ماشي؟ باعدة اه ف sprayed بعمل ايه؟ اقولنا اكتر من الثلاثين وثلاثين من الثلاثين وثلاثين حندي ليب فبالذات لو وقتا استيرويدز طب مش مش اه لو هي اقل من اثنين وثلاثين ديلي امبريكا الارتري دوبلا ودكتر اسفنوس دوبلا او سي تي جي. وبالذات اكتر حاجة بنبص عليها في السي تي جي الايه? الشورت ترم لو هو كومبيوترائي سي تي جي. بيقرأ الشورت ترم بريابيليتي. وبالذات لو اقل من ثلاثة دي كونسيدر الايه? الطبعا لو عندك السي ترمي. عندك انبروفوك السي ترمي. عندك انبروفوك السي ترمي. انبروفوك السي ترمي. كبديل للتقص. طيب لو احنا نعد اسابيع يبقى كل اسبوع اتابع برضو ايه? الجرس. بدل ما انا كنت بس. اه ممكن يتحسن. ممكن يتحسن? ممكن انا ايه? اه مش لست بعد شوية. ممكن? ممكن. هنتابع برضو هنتابع. بس هيبقى قريقة شوية لنا ان احنا ايه? ان احنا احسن. بس تعتبر ان هي برضو انزفرش يعني. يعني خلاص هي. لكن ممكن يتحسن. بس هيبقى مطمئن لياه اكتر. طب لو هو بيسوق. انا انا بفكر اكتر لناحية الايه? الترميشن. او يعني بريش لابس الترميشن. تمام? فالموضوع زي ما انت شايف هو فيه الستوووشن بيعتمد على احساسك بالستوووشن من حاجة لحاجة. ما هواش كده حاجة اه قاطعة. وده هي الايه 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 الابستاتركس احساسة. ارد. طب. لو انت بين البنين بقى بين البنين يعني ايه? يعني فيه وفي نفس الوقت ما هواش نورمال يعني او اكتر من اكتر من اكتر من هنا اريضها شوية للنورمال يعني هنتابع برضو بالامبركال وكل كل اه امبركال 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 دول مرتين في الاسبوع عسف هنا مرتين في الاسبوع هنعمل هنا يعني هنا كنا بنتبع ايه كنا بنتبع كل اسبوعين لأ هنا هنتبع مرتين في الاسبوع ، مفيش متابع على اهل تقدير غير اسبوع لان انت مش هيبقى في اي فقط ان انت تعمله قليل منك فهنا بنتبع مرتين في الاسبوع بنعمل الايه الامبلية الارتري الدبل. طب اعمل ملوش لازم. لان ما دام الامبريكا لبقى ابنورمل مالوش لازم. طب اخلصها ونسل. طيب. هندليفر امتى? قرارات الدليفر قريبة للنورمال اكتر. طيب? يعني لو وصلنا سبعة وتلاتين اسبوع دليفر. وهنا بقى مش اوفر هنا ايه? كومنت. طيب? وطبعا برضو. طيب لو فيها على مدار تلات اسابيع دليفر برضو. اكتر بنربعة و ثلاثين اسبوع. ماشي? وزي ما قلنا بندى ايه? بندى استفضل. اضاء عقس الامباليكا لامباليكا اول حاجة هتحصل هو زيانة للبريد. وبعدين دروب في الامبيريكال بلاد فلو يعني الريزيستنس في البلين بتقل في البرفتاريتي انيكس بيحصل لها ايه هتلاقي ايه بتقل دي اول حاجة بتحصل بعد كده الامبيريكال تزيد اه يعني بعتبر البلين بلين ده حاجة واقشة لا ده اول تشينج نعم موجود في الحاجة اني لو حصل شيش في الامبيريكال ما تبصش على البريندي موجود ما تبصش على البريندي ما تبصوه بس كويس وعنوا كويس خديرى شوي هو مش هو مش الامبيريكال تحصل في البريندي مش ملأخوضها بشكل كويس وحش وكويس ده بس المشكلة إنهم شويس وحش هو الموضوع بالنسباني ده الفيرس تشينج اللي حصل الفيرس تشينج اللي حصل دي اك ويسه للبيبي اك ويسه بس بعد كده ما ده بحصل اللي بعدية تواصل يبقى يعني بعد كده هيبقى احليه في الامريكا وهي ممكن ان ينطوش افسيكو المهم اول تشينج هو زي ما شرحت لك كده في البيسيك ما انا شرحت ليه البيسيك الاول عشان نقطة ليه دايما بتلاقوة تنقى هو بارت ممكن طبعا ان احنا نبص عليه بس هو مش هيبقى فرق معايا في اتخاذ القرار احسن حاجة في اتخاذ القرار بالعادين هو ده اللي فرق معايا كل الحاجات دي اتعاملت عليها ولقى ان هو مش فرق الحاجة اللي فرق فيه وفرق في الكلام ده هو ايه اول الدول تتانى بس هينا تانية للتقص في نوتس دوبلر انا بتكلم عن الامبليكا الارتري دوبلر احنا خلاص هيا الامبليكا الارتري دوبلر وحش قوي ومش عارتين نولد بنضطر نلجأني حاجات تحاول ان احنا نبوش البيبس دي ساعات ماشي بس بطر بس بطر كل ما كنت قللي كل ما قلتي وديك تختلف يعني في بعض الهصة اثنين وثلاثين مفيش فاك لا ممكن لغاية اربعة وثلاثين كمان بعد اربعة وثلاثين البنتيب بتاعته منهاش منهاش لازمها هنا هندليفر ايه؟ طبعا المودوف ديليفر يا جماعة ايه رأيكم في المودوف ديليفر ايه؟ المودوف ديليفر اكيد عشان بس ما اعطش نتكلف نجادل اكيد الابسنت وربيرسنت اكيد سيزيريان 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 لكن بقية الحاجات ممكن ممكن فجأة هتعمل ايه؟ اعمل الصحة ايوة ايه؟ ايه؟ هي ناس بيتحافوا مليون طب لو اقولي بلس معنائشن بتاع الناس بيتحافوا مليون بلس استميليشن الجاني تعديمين كنت هناك مفيش مشكلة اعمل الصح اللي هو على حسب ايه؟ ماشي؟ ماشي؟ اه 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 تشكل النورمال أمبركال أرطري دلو وريدوست إلى داستوليك فيلوستي يعني هنا رزيستانتين ديكس زادت ماشي دا أبسنت أو لست دا أبسنت أو لست داستوليك دا رفرست دا أقول لها مدورة خلاص ماشي يعني دا أبسنت كده دا طبعا من السابر ليست خدمات تانية يمكن قلناها فيتال هانيميا المرة اللي فاتت جدا ماناش داعب الأمبركال فيتال هانيميا كل حاجة وليه حاجتها جبا بعد تلين ليه عاوزين تعملوا ميكس في الحاجات ماشي اللي مصدر لعنا لي دا داكتس بلوز باو بواي نحنا نلاقي فيه بنلاقي فيه pulsation ده abnormal abnormal ductus بنلاقي فيه الاتريال reverse للاتريال دي معلقة ان فيه ايه ان فيه abnormality اللي بقى فيه regurgitation فيه ductus هي الحتة دي طبعا الكلام ده مش للامتحان يعني بس دي اشكال تبقوا بس ايه لكن الامتحان خلاص abnormal ductus مش هيقول مش هيديك الرسمة بتاعته ولك ده abnormal ولا لا لان نخلي بنا هو الحاجات اللي هي لو هو الحاجات دي مين اللي بيعملها بقى او هتبقى فين انت كل ده المانشمنت بتاعته عادي لكن ده ايه الabsent او reverse it refer for fetal medicine specialist وبينه وهو اللي هيبقى مسؤول عن ductus فينوس تمام لو هيتعمل لها ductus ايه فينوس ماشي؟ هيتبقى هيتبقى الستيطالي بتاع الانيسيز ولا هيتبقى ايبقى اقوم ايبقى اقوم ايبقى اقوم قواعد واضحة جدا resistent index اكتر من اتنين standard patient تم دي في النسبة لايه؟ لو هو lost هو بين ان هو lost خلاص لو هو reverse it بين ان هو reverse it فالامور ما فيهاش ارقام ولا حاجة في الانتحان هيتبلك lost يعني هيتبلك الحاجة واضحة بزي ما هي موجودة هنا طيب delivery زي ما قلنا المودة ده بيعتمد على عامل كتيرة من ضمنها هي الايه الستيتس الدوبلر cervical assessment الparity حاجات medical disorder مثالي بان الـ IGR ممكن يكون بارت هو في الانتحان ممكن يجيبه بارت من medical condition عند العية صعبة obesity مثلا يجيب لك عانا obese وفي فضل ومعها IGR ويبقى فيه diabetic ويبقى فيه mix hypertensive ويبقى فيه mix فالموضوع لذلك انا ايه؟ يعني انا اخدت قرار ان انا ابدأ لكم بال-IGR وانا في العربية وانا جاي في العربية ها؟ انت بفكر بس قلت ايه؟ قلت نبدأ بيه بدل ما ايه؟ بدل ما ابدأ بال- medical disorder بس قلت ابدأ بيه وبعدين نخش على medical disorder يعني ها؟ جامد جدا علشان اوصل لإيه؟ للحاجة لانا اعمل combination كده بيبقى فيه خطة عامة بس الخطة العامة دي بقى individualize في كل ايه؟ ايه؟ ايه 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 يعني انا بأخرها ولماذا ها ديها خلص عندهم ال-hand outs القديمة بديه مش هعمل hand outs جديد ايه رأيكم في الفكرة العظيمة نيه؟ ايه 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 عندك ال-hand outs اربعوا عندكم ال-hand outs القديمة خدوها واشتغلوا منها ممكن لا تأخذوا حاجات لغاية last-minutes من المحا LIV لا يوجد أي مشكلة ايه اشتغلوا القديم. هنولد باجينا الولا سيكشن طبعا لو هو فيه فيه significant patients needs ان هما توبي ديليبرد بيه. بالذات طبعا الabsent wee. لكن وارد انه يبقى فيه option للباجينا البرز بعض العينين بالذات اللي هما small for gestational age وما فيه امباليكا الارتري دوبلال تشينج. طب ليه لين خليهم يولدوا. سيزانين بالعكس. او لو حتى فيه مدام ما فيهش lost او ممكن ياخدوا الابشن بتاعه. بس طبعا محتاجين ايه? continuous electronic fetal monitor. فيش عانة من دولها تولد من غير continuous كينوس electronic fetal monitor. نحب نحل سئلة كده. مين عليها دور دكتورة. بسوطة عالا يا تاني. 29-year-old اشتراف في الغبانة تتحب جهرباً مع بابشن بزرعوية حالي قد تحب بزرخلاف انتظارها لح الوحافظ إهمى الوحافظة في عيش set السي ووالي فوق العلقى مستعدة تشاياً هولادا خدم الثاني حالي رحض الغبانية فقط تتحب جهةAA انتظار직 سيكارية مع السي وكاري في حالي تحب الوحافظة في حالي حالي هي مع أسفال أنتظار كتب الوحافظة في تطوى ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع احنا كنا بنقول ستة وعشين وستة وعشين لتوانية عشرين بالسنة حضرت لكم الستة وعشين عشان تبقى ايه في الاكسر امانا يعني فتوانية عشرين كل اربع اسابين منه تلاتين ستة وتلاتين. في حاجة احسن من كده؟ يعني انت عاو تسألي على ايه بالزبط؟ اه الـ management لي small progressional age دكتورك تسأل هل في ان بعض الناس تقولوا حاجات على management التية small progressational age. هل لو احنا العنى داعجنوز بقى التقصد تنية داعجنوز small progressational age هل لو وديتها اسبسيت هيفرق معاي في حاجات؟ هل لو وديتها كليكسان هيفرق معايا في حاجات؟ هل لو وديتها السندنافيل والحاجات دي هيفرق معايا في حاجات؟ ها؟ انشور. هل فيها انشور وحاجات غريبة كده. وسلك سرين. كل الحاجات دي مرينا بيها. وكان في واحد حاجة اسمها سي سي ايه? دي حاجة كان سلك سرين كمان كانوا بيتوها زمان. واسمويدا والبوزون. كان فيه مية البوزون كده كانوا بيتوها ببعض الاحاق. اذا امريت بكل الحاجات دي. كلها حاجات بتطلع. ويه? وبتنسل. احنا شغالين. يعني الحاجة اللي هي فيها ومدروسة كويس. وفيها زي ما انت شايف كده الحاجات الانتربنشن او الحاجات اللي احنا قلنا ان هي فرقت. جيب لك معمول ان هو فرق. لو انت هيبتلي حاجات عن حاجات دي. حاجات بالشكل ده عشان تقول ان هي قوية مش بس صادي كده حد عملها ولا مضروبة ولا بتاع ومعمولة. لأ لو عندك حاجات قوية بالشكل ده. الريد كوليج هتلاقي غيرت المالش من الدفاع. تمام? فما فيش كل الحاجات دي ملهاش بنافت وممكن تبقى ومدام حاجة ملهاش بنافت ممكن هتاخد الهارم بتاعها لان كل حاجة بيبقى اهلت. تمام? السؤال اللي بعدي. اهلت يا نهрей. اهلت يا نهر ان تركزني في هاتي? تركزني في هاتي. اهلت يا نهر. اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 وا lane استردام صورة أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اله بيزيد كده بيبقى في زيادة في الـ overweight وي الـ obese يمكن كمان فيه classification على maternal disease by cause والbody mass index فعندنا مثلا اللي ماله بـ myocardial infarction كان 64% منهم كانوا overweight body mass index كان أكثر من 25 اللي ماتوا من كان 57% منهم برضو overweight هم ده من المتالة المرتزة thrombombolism 75% منه وده طبعا risk factor thrombombolism الـ anesthetic complications كانت أكثر فيه 50% منهم كانوا ايه overweight و 6% all this in women morbidly مبيز نوما كان يعني من كل الـ يعني كان فيه 6% من كل الوفيات كانوا ايه body mass index مش بس ده كان 40 kg ده كان في 30% من الـ indirect risk ويقال لك جملة كده ان الـ obesity has been shown to be independently associated with a high odds ratio of dying يعني مجرد وجودها obese حتى من غير other risk factors that is the risk of mortality is the risk of mortality فيه برضو نظر ده تم من scottish confidential audit للمترنى الموربيتي ده بيتعمل سيبرت عن اليو كي يعني عن ان هو المبراسي ده بيبقى كل اليو كي لكن scottish عاملين حاجر بيعملوا حزاعات حاجات لوحدهم قالك ان فيه ايه ان فيه significantly higher rate of severe maternal morbidity في الـ women with a body mass index over 30 و 30% of women experiencing major obstetric hemorrhage had body mass index اكتر من 30 يعني مش بس كمان المورتاليتي كمان الايه الموربيتس related للولد ها ده بس introduction كده لحضر بتاعت الأوبستي ها وفيه بعض الأقام الـ new numbers اللي يحب عشاق الأقام اللي يحب يحسوا ببعض الأقام لدي عنده أقام كتيرة ايه للاحساس طيب الـ classification of obesity اعتقد يعني احنا كبار اوعا ان احنا نتكلم فيها بس يعني مهم ان احنا بعرفين الـ basics there ان النورمال ما بين 18.5 ليه انتو عارفين طبعا زي تحسب body mass index اللي هو ايه الـ weight الـ kilogram على meter square of the height ها يعني هيا دي اللي هتصور دي اللي خلاص يعني دي طب دي يعني دي دي أبسط حين في الموجود من اللي فات بقى يعني ايه واللي جاي طيب لو لو احنا ما بين 18.5 to 24.9 ده ايه ده نورم طبعا underweight 15 to 18.4 emissation اقل من ايه 14.9 طبعا برضو في مشاكل ليه الـ underweight والـ emissation بالذات حتى ان هما بيبقى طبعا بيبقى دي فيه late fertility فيهم كمان كمان بيبقى عندهم معظمهم ايه hydrosalamic المنورية المنورية فممكن ايه ما بيحملوش اساسا طبعا لو جينا ايه غلي ماشي ماشي وي وي اللهم صلى على النبي وطبعا بيبقى عندهم كمان مشاكل يعني related بالذات ليه osteoprost ممكن بنشوف ديت دي الناس اللي هما ربعين بيبقى ايه fractures اسهل عندهم يعني يمكن حتى دلوقتي حطين international laws لعرضات الازياء اللي لازم يبقى فيه قاضي مساء انك سفوق 18 ونص دلوقتي طبعا لان هما لو ان هما بيتعرضوا دي structures كتيرة وكده طبعا اه اه طبعا 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 ايوة غلابا طبعا لازم لازم نحفظ على صحاتهم برضو اه و برضو من ضمن الحاجات اللي هي يعني احبها في الانتباهنا بيها دايما في الناس الروفايعين ان البلد اه الاب البوليوم والبلد عندهم قليد اه نخلي بالنا من النقطة دي اللايك لانكم يعني دايما احب اقولها في كذا حاجة لان احنا بيبقى عندنا اه ما بنفرقش في الاسميشن والبلد ما بين الناس وبعض اخوة ما بنحسش ان الروفايع ده ده الدم اللي يفقده بالنسبة له كتير و دي هنتكلم عليها طبعا في الهيمرج بس يعني لغاية ما نتكلم في الهيمرج والناس اللي بتحضر لأول مرة بيبقى واضح بالنسبة لنا كده ان لو احنا بنتعامل مع ناس رفايعين في السيرجريز و كده الالاوانس بيبقى مليل فيه يعني ممكن اللي تفقد لها مثلا لو انت عندك واحدة بتعود ان هي تفقد مثلا لتر وهي اوبيس كاي لو اللتر ده فقط لتر وفايعا كاي انها واحدة اوبيس فقدلة على لتر ممكن لتر ونص ولا حاجة بذات الناس اللي هوبنا اكستريملي سين اللي هم بنشوفهم وبعدين المشكلة كمان ان احنا ما بنشوفهمش كتير فم ايه فبيبقى تعاملنا دايما ايه ده العادي انا بشعر ده الدم ده اللي هو الايه اكستبت بطلات بص انت تبص على الدم او تبصش على العيان اللي فقدة الايه الدم الله يكلمكم خلي بالكم من النقطة طيب اه اوبرويت من خمسة وعشرين ليه تونتي ناين بوينت ناين اوبيس من سيرتي ليه فورتي وممكن معمول كلاسيفيكيشن للأوبستي كلاس 1 اللي هو من سيرتي لسيرتي فايف كلاس 2 من سيرتي فايف لسيرتي لفورتي وكلاس 3 اللي هو المربد أوبيس اللي هو أوفر فورتي اه لكن هو على المستوى البوبوليشن فهو بيبقى يوسفل تول للبوبوليشن يعني كل ما يعني ممكن تلاقي واحد أوبيس وعلى مستوى الصحي كويس لكن على مستوى البوبوليشن كل ما زادت بايه الأوبستي ممكن تلاقي ايه الكومبوليكيشن زي اكتر فهم ونخلي بالنا آآ من ديفرنت بوبوليشن هو ده طبعا محطوط عالميا فهم لكن من بوبوليشن لبوبوليشن ممكن تلاقي هو محطوط عالميا على اساس ايه على اساس كل ما انت بقيت ناحية الأوبست بقى عندك ايه متابوليك بروبلمز اكتر ويه ريسك فاكتورز ليه كونديشن زي اكتر آآ والكلام ده محطوط في الاساس هو فيه اجوز مالتي اثنك لكن معظمه ناس ايه كوكيزيانز وكده لك لو احنا جينا مثلا للإيجيان نلاقي ان ال ان ال ان هما اساسا رفيعين مش كده فنلاقي ان هو لو انت بتتكلم على الباديمس اندكس اللي هو تلاتين ده ده يعتبر بالنسبة له كتير قوي فممكن تلاقي واحدة باديمس اندكس اللي هو خمسة وعشرين يعني اعتبروا بالنسبة لها ده تلاتين وذلك بنلاقي الكمبلكياشنز في الناس دي اكتر بكتير يعنى مسلا لما يدخنوا تلاقي عنده عنيفة جدا عن ايه عن حد تاني اه 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 ان ا Ivanic è a لازم يبقى فيه مقاييس ممكن على حسب الـ population وعلى حسب اختلاف الـ لو احنا عاوزين نتكلم بقى على الـ complications بتاعة الـ وين المشكلة يعني في الـ ايه المشكلة فيها ايه اللي هتعمل طبعا بيبقى فيها بيبقى فيها طبعا نوع من انواع insulin انسلين انسل ستيفتي تعمل والانسلين ستيفتي ده بيعتبر مركب ليه او حاجة تدل على ممكن تصادفها سواء في حياتها او سواء بالذات في فترة فترة فكأننا بنعتبر ان فيه risk factors قريبة او من العانة بضايباتك هل نجد نتكلم عن ضايباتك هنلاقينا تقريبا نتكرر نفس نفس الـ problems او risks العانة دي بتتعرض لها من اول الحمل لغاية لغاية الولادة وهي ايه وهي اللي بتتشوفها الـ obesity وطبعا لو الاتنين مع بعض يعني دي حاجة ايه اكثر واقضل سبيل ماشي كده فلو احنا نتكلم على الـ obesity في قبل الحمل هنلاقي هنلاقي ممكن يبقى معها metabolic syndrome زي الـ procystic ophelial syndrome ممكن يزيد طبعا في الناس الوبيس اكتر وحتى من غيره ممكن نلاقي فيها menstrual irregularity الصح وممكن نلاقي فيها infertility حتى لو هي regular cycle بنلاقي ان الريسك بتاع او وحتى لو هي وكل حاجة بنلاقي ان infertility اكتر في الناس الوبيس وممكن يبقى بس ان احنا نقلل الوزن ممكن دا يساعد ايه على resumption يعني تهم وما بنتمناش ان هي تحمل وهي في الوضع دا يعني الوضع فدي كل دا حاجات قبل ايه قبل وياريت كمال قبل هي ليه obese يعني نخلي بالنا ان في بعض conditions او medical problems اللي ممكن تخليها ايه تخليها obese فالموضوع مش بس هي obese وخلاص وتتعمل معها على انها ايه على انها obese وخلاص نخلي بالنا ان ممكن يبقى ايه ممكن يبقى فيها medical problem وده محتاج ان احنا يعني comorbidities دي محتاجة كمان ان هي to be considered في المانجمنت بتاع الايه obesity during pregnancy وطبعا لو فيك morbidity محتاجة كمان ان هي to optimize قبل الايه قبل الحمر يعني مثلا عندها سواء ايه endocrine problem مثلا ايه اللي بخليها حبيز الموضوع دا كله هي risks اسناء pregnancy مش كده اا عندها diabetes hypertension ischemic heart مش عالك ايه كل دا مهم قوي ان هو ايه ان هو يتزاق طيب اا احنا بقى نتكلم اسناء ايه اسناء البريغنانسي فممكن نلاقي نفس الحاجات دي ممكن تبقى موجودة كمان في diabetes يعني نتيجة الانسول وكلان فممكن نلاقي زيادة في زيادة في زيادة في الريت 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 الريسك بتاعا ايه ماذا later on لينا واحدة احنا في difficulties في الكير بتاع العيان التفكر من فرست بط ربو عليك والله التفكر خويس نعم نحن متقبضناش من خمسة سنين لك ايه بعض بعض ايه لك حاجة ايه لنحن لا لا ايه 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 تاك ايه تدا تاعب ايه 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 لا مش النجاحة ايه 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 الناس يعني الحس انه ايه انه ايه 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 بس خلينا نكمل بس ايه ايه ف لو احنا من الكلم يعني كنا ده دي كلها رسكس ممكن ايه تعمل طبعا بشكل عام اوبزدي ما ننساش ان هي رسك ليه الفي تي ايه اه رسك فاكتور ليه نسيح المنش ايه تفاكتور تتنس ايه المنش ايه التنسل التنسل بشكل عام نحن قلنا اكتر من خمسة وتلاتين ليها specific وبنعتبرها ميش لكن من ايه قلنا من ايه قلنا من خمسة عشرين لخمسة وتلاتين ده حتى فعندنا ممكن يبقى فيه وفي نفس الوقت كمان لان هي ففيه ممكن متبقاش فممكن تعمل مكرو مكروسوميا طيب ويه كمان ممكن يبقى فيه بري ترم لابر برضو طيب ممكن من ضمنها نيورال تيوب بالفكر فكل الحاجات دي ماشيطة 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 ممكن يحصل كده ممكن يحصل كده ممكن يحصل كنظرية يعني عاوز الميكانيزم بتاعه هنا الميكانيزم بتاعه هنا الميكانيزم بتاعه في الماكروسوميا ان هيبقى فيه اه؟ هاي جولوكوز ليبل يعدي يعمل هايبر انسولينيميا عند البيبي ويعمل جروس كاي جي آر باسكولر انسوفيشنسي اللي احنا شرحناه هناك اه؟ ايه داني عاوزنا يقولك ايه؟ فهنا لو جينا نشوف الكمبيليكيشنز فممكن نلاقي الفيرس تراميستيريك طبعا لما بنقول مسكاريش بنعصد الفيرس تراميستيريك مسكاريش يعني الساكنتراميستيريك مختلف شواني نخلي بقى انه ممكن يبقى من لما تلاقي واحدة اوبيز مثلا بادي باس انكس خمسين وكل مره مسكاريش ده ممكن يكون هو ده القوز بتاع المسكاريش تعمل نيوتريشنال انسوفيشنسي او ديفيشنسي وبالذات الفيتامين دي اخدناها من الرسك فاكتورز البيتامين دي ديفيشنس الفيتالانوماليس ومن الحاجات اللي بتزيد اوي فيها النيورال تيوب ديفيكت كأنها ايه؟ كأنها بايبيتس البريكلامسة والابيستي بتعتبر او لو البادي ميتيندكس اكتر من اكتر من 35 بيعتبر ايه؟ بيعتبر يجب مودرت ريسك فاكتور ليه البريكلامس يعني محتاج ايه؟ محتاج اخر مودرت ريسك فاكتور علشان تاخد ايه؟ اس هي ريسك فاكتور للجي دي ام لو البادي ميت اكتر من 30 في الحالات اللي هي اكتر من 30 بنعمل و جي تي عن ما بين اربعة عشرين ليه تمانية وعشرين اسبوع. ها? الفي تي اي هي ريسك فاكتور ليه الفي تي اي فلو في اثر ريسك فاكتورز للفي تي اي لو في اثر اه لو هي البادي ماسا اندكس فوق تلاتين ديورنج لانتي نيتل كير محتاجين نجمع كمان تلاتة معها علشان ندي ايه ندي ايه? ندي سرومبوب الفلاكس. لو بوست بارطم لو هو البادي ماسا اندكس فوق اربعين ده انديكيشن ليه سرومبوب فلاكس. بري تير مليبر هي رسك فاكتورز ليه في بري تير مليبر. فحاجات كتير اي او. مول فروجستشنا ناجيو ان رسك فاكتور اه ليد مول فروجستشنا ناجيو الماكروسومي برضو اللي بيسيت برضو في حالات الايه? الايه الاوبستي. فكلها حاجات ونازم نعرف اه نتعامل معها زي. ليه كأنت نيتر? طب انت رابارتر. هنلاقي ان في مشاكل في الهاندلين? بالزاد ده لو الباضي ماس انك سفو اربعين. ماشي? ده ناس دي صعب او ان احنا هيتنقلوا ازاي? وعدد? وهل اي مكان اه ان ولد فيه? والترابيسة العمليات تستحملهم ولا لأ? تفهم? ها? ماشي اه? وحاجات كتير اه? اناساتيك كومبليكيشن. نلسه قاعدين خمسين في المائة من المورتاليتز بتاعت الانستيزيا كانوا في ناس ايه? ماشي كده? فنخلي بقى لنا من ايه? فده يعني اناساتيك كومبليكيشن من اول ايه? من اول الكانيوليشن. الانتوباشن. الانتوباشن. وي ايه? والريجونال يعني عندي حتى على المهم بتركب لها مبارح ايب ديورة مش هميفين حتى بتاع التحديل تريما ايه يعني بتضحك علينا ما قال لي خلاص الدورة اللي بتركب معه خلاص. اه اه وطبعا الست ايه قاعدة بطلطم مفيش ايه وبعدين كده عاوزين يناسل بلاسنتا والبتاع عاوزين يديها اناسيسيا تاني فقالك هنركب سباينل بعد مرادة هنركب لكم فيه. حد تاني سباينل برضو فيلم. ايه? بتلاقي ايه? كل حاجة بتبقية بتبقى صعب. ايه? وده ايه? بخليهم. ده ايه. فده جانا كروش كانت بقى كمان الحاجات الجانا كروش كانت بقى بتبقى صعب عليك احنا بتتكلم دلوقتي ايه? وبستانتر. فنلاقي ان الاسيتيت كومبليكيشن تكون لها ايه فيها مشكلة. وتلاقي العيني حتى ممكن الدوزيس الستاندرد دوزيس بتاع الميليكيشن مش مش مقه فيكتب. ولو زودت شوية هتخشك مش مشاكل اكتر. فببقى عملية ايه? عملية صعبة. طبعا عينين دولة بيبقى فيه كتيرة بتقولك ان بقى فيه في العينين الابيس. لا? ايه? عشان ايه? فالمايوميترم حتى بتاعه للميديكيشن كما بيبقى فيه ما تبقاش كويس. ببقى فيه. اه برضو اللي ينبي بقى اكتر فيهم. وكل حياة تبقى. احنا حتى زي ما الدكتور كان بيقول في اول الحملة كمان اياس الطاقته ان انت تشوف بالسنار وانا تتكلم في الكلام ده واتلسه. لكن كمان المونيترينج صعب فده ممكن يعني يزوج الريسك بتاع الفيتال ديس فلازم. وفي بعض عينين انتش عارف تعمل له مونيترينج خالص طبعا تتعمل ازاي? وممكن تلجأ ليه لو ينفع conceive ده. تمام? تماما؟ سواق بقى؟ احا اه. تبقى؟ مختار ان انت هو مقطر انت مقطر تتتعمل بالمقطر طب سيسريانسيكشن كل داه ممكن انتبقىneys وهو ممكن ترومه على الماذر وترومه على البيبي. شد اتزيوجها بتزيد طبعا معاهم تهام? وممكن informed keynote بالذات اللي ان انت كل ده الطب lacking labor وكل داه يخليك ايه تتطقى ان انت تعمل وطبعا الريسكب كمان بوست بارطم هامورج بيسيد كمان ايه ماشي بوست بارطم بنلاقي الووند انفكشن اكتر بوست بارطم هامورج قلناها على البيئ نيونيتل اي سيو ادميشن وبرضو الوبيستي اسوشيتد ويز لو بريست فيدن انشيشن ومن ترانس ريت رغم ان البرست فيدنج ده مهم اول الناس الوبيس لان هو بيساعدهم زي ما احنا درسين في البايو كيمسرين نبع سنين كده انه انت بولك ايش انت بقلوا بيس فيدي اكتر من حامل ال الكالوريز اللي بتبقى بيس فيدنج بيس فيدنج بيس فيدنج بيس فيدنج بس هو المشكلة اللي الوبيس تتمنع فيها ان تبقى بارياد ان هي تاخد الوبيس ووضعها مزبوط ان يعني تعاول مع البيبي فناس خلابة يعني ربنا اوه برضو لقينا ان الناس الوبيس بيتحجزوا اكتر من الناس اللي مش اوبيس فاسباب كتيرة بقى المن JOB الاستيع لو يبقى حوالى يعني لو احنا بنتكلم بيبقى حوالى حوالى 2.4ε للنرم Rugby وهنا بيبقى حوالى مور زان 3.3 بيس بالنسبة girls تعم وكل ما كان طبعا فيkxtreme اليوم طبعا بتبقى كمان اليوم ورست agu فكل ما كان الاوبستيس اكتر بتبقى الكمبليكيشنز بتزيد اكتر ودي اه الا اه الا اه الا اه بتاعت different medical problems اللي ممكن تبقى موجودة اثناء الايه اثناء الحال ولقينا السيسيريان سيكشن بتبقى في حالي ممكن تبقى 50% وصد 20% في الناس العاديين اي سيسيريان سيكشن والبادي ماسة اندكس كوزي ما انت شايفين كل ما البادي ماسة اندكس بيزيد السيسيريان سيكشن ريتي بيزيد وانا بنوصل ممكن up to 50% في الناس اللي هما مربد اوبيس الميومترين انوبيس ومن doesn't work as none ده اللي بيفصل لنا الايه البرولونج البريماتيوريتي برضو لقينا ان الديليوريز بتبقى كل ما برضو كان فيه اكتر ويمكن لقينا اوبيسةية ليه هل يبقى واقلم اتنين و تت短ين اسبوع مره ونصف البريتيرم بديماتيوري verse البحشوいる برضو بيزييد و меньше بس كده كمان ده البوست بيزيد كمان فى الاوبيسة يعني مش بس الـ pre-turn الـ post-turn كل حاجة بـ studies زي ما قلنا الـ progress level بيبقى مش حل وبيزيد الـ need للـ oxytocin وطبعا الـ pain بيبقى أكتر يعني الناس الـ obese كمان بيبقى الـ pain sensation عندهم أكتر وبيحتياجهم للألسيزي أكتر ويفضل طبعا لو نقدر ندقي في دور البستنامت شايف الظهر بعض الموضوع بيبقى صعب قوي يعني ربنا حاجات كتيرة بتزيد زي ما انتم شايفين وـ odds ratio ممكن توصل مرتين وكل ما برضو كان obisus أكتر ودي من الحاجات اللي هي المهمة قوي يعني ان احنا نبقى احنا بنعمل assessment نشوف هو ايه اللي كمان عند الست كمان مش بس ان هي obisus بنلاقي ان 22% of women with a body mass index over 35 had at least one coexisting condition prior to pregnancy دعم diabetic بقى عندها عندها في حاجات كتيرة قوي دي امثلة فده موجود في قديل الرقم ممكن يجي في الامتحان يعني 22% من الناس الـ body mass index اكتر من ايه لو جينا بقى نشوف هنتعامل او ايه هي الميديكال بروبلم زي ما قلناها وايه الكير او المانجمينت اللي انت هتتعامل بها مع الناس ويمكن حتى اللي حضروا معا الـ first part كنا نحط جداول زي كده يعني هي ميقصصا اعملها الـ first part لان الـ second part الموضوع مش محتاج انتو تحطوا الجداول دي بمنتبه سهولة زي ما بقول لكم دايما ياريت كل واحد يعمل له كده ورقة لكل medical disorder يعني كل واحد يبقى عامل الـ medical disorders كده ورقة حطت فيها افكار وبرضو يشير مع الناس ويبقى الامور ايه يفيد ويستفيد فده مثلا ايه هي زي ما قلنا قبل الـ pregnancy ايه عندنا ممكن الـ infertility والكلام دوت ومهم ايه انت من قبل الـ pregnancy تبدأ تتأكد من الـ ايه ان هي مزبطة الـ diet او معاها او بتاخد vitamin D supplementation ان هي من الناس اللي هم يعني عندهم risk للـ vitamin D deficiency وتفضل تاخده during pregnancy والـ breast feeding الـ folic acid برضو لو هي الـ body mass index اكتر من 30 مهم انها تاخد 5 ميلي جرام بردي ومهم اوي ان احنا سواء قبل الـ pregnancy او في الـ pregnancy بالزاد طبعا انه يبقى فيه appropriate size لـ لانه طبعا عارفين لو هو اه هو هنا هيبقى ايه هيبقى طايت ولا هيبقى لوس عليها هيبقى طايت ده يعمل لي ايه pulse increase فتقول لي انه ضغطاها عاية وتبدأ لقى تخش في مشاكل تقول لي طب على كده لا مش احسن ولا حاجة احنا مش عاوزين ايه مش عاوزين ندخل نفسيه فلازم يبقى الكاف مناسب للعيان ولازم يبقى عندك في الكلينيك يبقى عندك كاف مقصوص للعيانة اللي هي ايه العينين الجلوس طيب الـ pregnancy قلنا وده احنا خلاص مشكلة برضو والابدومنال ومحتاج تعمل ومساعد كمان يعني الموضوع ايه مستهل فلازم ولازم طبعا تبقى الوومن برضو على ان ممكن الـ detection والحاجات دي في الـ ultra sound ممكن بتبقى ازاي العيانة الايه بعدين قلنا طبعا وقلنا ده moderate risk factor من 35 اصبر الله معها اناظر moderate risk factor الـ gestational diabetes فبنعمل الايه الـ OGT فينوسترومبو امبلازم بنعد الـ number بتاعة الـ risk فاعكتلت ان منظرناها ايه وده كل ده درس مخصوص من الـ PTE intropartum برضو لان هي بتبقى الـ medical complications كتير فممكن نحتاج نعمل او فممكن نلاقي واحدة وـ IGR مش عارف واحدة وضعاباتك فكل واحدة معاليها ايه يعني ضعاباتك مثلا وـ بعد سبعة وثلاثين اسبوع ممكن نقصدر ولو عادة ومش نتزبط فكل حاجة وده ايه اه intrapartum طبعا برضو اه اه سوري ايه هنا الـ operative issues طبعا والـ وكل الكلام دوت وـ مفروضة لو هو طبعا المفروض لو هي لازم يبقى اه يعني consultant او واحد او اا سواء اا هو اللي ينجي الحالة ولما تيجي لازم يتبلغ على طول لازم دي تبقى يعني حاجات كتيره اه الخيط بسبب كوتينس لو هو اكثر من اثنين صمتي بوست البرتم الهيموريج فلازم يبقى الانفكشن يعني طبعا لازم يبقى فيه مش هنقول ان احنا هندي مخصوص لناس او يعني لو هي مش لكن بيبقى هم اكثر يعني ريسك بتاع الانفكشن اكثر طبعا اه برضو الفينوس رومبو امبوليزمو وقلنا لو هو اكثر من اربعين ده كأننا ملدين اثنين فندي بوست برتم سواء هي والدة طبيعي او والدة قيصاري اه خطوع الفيتل قلنا ايه مشاكل ايه الفيتل والمغرب ازن او نزن حد ما لدي حد يبيرحك علينا فطبعا لو بدأنا كده كان انا بنعمل فاكدين الورق اللي عملناها الاخر حصة اللي فادت دي بنطبقها بقى كل الموابية عاوزين ايه 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 ولو انت عاوز نيكريشن ماشي بيتامين بي الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا قلناها اه في الجدول ومهم او ان احنا نعمل ايه كونسلنج العينة الريسكس بتاعتها اه الويت لوس اه والويت لوس لقينا ان هو فيه status بتقول لو هو حصل ويت لوس كويس ده ممكن يقلل الريسك انها تدبلوب ايه استشنى بضايبيتس فا يعني الميديكال بروبلمز التانية السكريننج للطايف 2 دايبيتس استقل اه سوري قبل الحمل كمان ممكن نبقى تحتاج لضايبيتس الفوليك اسد والفيتامين دي قلناها ويه لو هي مش مناسب انها تحمل كونتراسيبشن وطبعا نختار كونتراسيبشن المناسب لها اه ما احنا حاطين في ابناغنا لو هي معها ميديكال ديس اوردرز معها هاش هندي ايه ال فكل حاجة مهمة فيها اه لو هي عندها infertility طبعا نحن احنا نخليها تلوز الويت تلوز الويت بقى فيه اه اه من ضمنها الضايت طبعا من ضمنها اكسرسايز ممكن اه فارماكو سيرابي ايه الفارماكو سيرابي اللي ممكن نديه علشان نقل الويت الويت ممكن وممكن طيب نديهم ولا ما ندهمش او الديتشن يعني يديهم مش لازم احنا طب وممكن تحمل عليهم ولا متحملش احنا 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 طيب ماشي هنتكلم عنهم كله مكتوب هنفيش مشكلة وطبعا فيه ناس مش هينفع فيهم كمان لايه الكلام ده كله فيه ناس ده هم اه ده هم اساسا موربد لي واحدة بادي بس اندكس 56 ولا تقول 50 ده هتقول لي diet ومش عارب ايه وبتاع فدي محتاجين ايه مش بس مش فكرة عشان الحامل ده هو علشان صحتهم بشكل عام ان هو كده هم يعني محتاجين ان احنا ممكن البرياتيس موربد لي اوبيز وومن هو ستراجل تولوز ويت اثر وايس اه اه فدي اه كلاسفيكيشن كده على حسب الاوبسيتي اه اه هنا ده كل ما برضو من الحاجات اللي هي انديكيتور ليه اللي ايه للسنترال الاوبسيتي والميتابوليك بروبلمز واللاه الاحتياجات بتاعتنا اللي احنا نعمل ايه يعني لو هي اوبيستي سريده ده 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 وفزيكا الاكتفتي وكنصيدر انا ايه سيرجي دولة هتلاقيها Higher Risk. وفيها هوم مول بيتس مش مشكلة اوه. لكن لو هي بس Just Overweight ولا وابستي وان وبتاعة ممكن يبقى الاضحة والفيزيكا الاكتفتي ممكن تبقى افتر. بالنسبة للفرماكولوجيكا المانجمنت. انتي وبستدر اجتو بي يكون صيدر اني فور زوس بادي ماسي الانيكس اكتر او تلاتين. والضايت والإكسرسايز والبهيوير تشينجز فيل تو أتشيف بياليستيك دي داكشن يبقى احنا مش ايه مش بنستسهل و بنبدأ بي الدراكز على طول تهام طيب ولو في اه 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 ريسك فاكتورز ممكن يبقى نبدأها حتى لو البادي ماس انكس ايه اه من 28 يعني لو هي بقى ابتدى يبقى فيه مثلا بروبلمس داي ضعابيتس مش عارف ايه فممكن نبدأ اه بقى اه وممكن نبقى اه a vitamin minor supplement may be considered لو احنا للناس اللي هما vulnerable group فالمفروض يبقى بايت تبقى ايه تبقى balanced diet بالنسبة للأوليستات الاليستات بيشتعل عن طريق الabsorption of fat فهو inhibitor للبانكرياتيك ليباس تهام اه فهو ريكمندي الدوز بتاعتهم 120 ميلي جرام بتتاخد before او during او up to one hour after الميل السايد افكتس بتاعته ممكن ان هو بيأثر على الabsorption فممكن يعمل flatulence وممكن يخلي الفات ينزل في السطول فيعمل ايه استياتورية تهاموا فيك urgency وطبعا البرولونجي ديوز بيعمل مال لذلك النيتريشن مهمة اوية وان يبقى فيه بالذات للبيتامينز والذات البيتامين دي من الحاجات اللي هي ايه المهمة وي ممكن اه مفروض ما مستخدموش اه 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 if weight loss exceeds 5% of the initial body weight and after counseling patient about the risks وي البرز يعني الا هن لو هنطول عليه longer than only لا لا بالعكس احنا بنطول بن بن بنديه مدة اطول لو هو عامل افكت بس بس لازم ان احنا ايه لان هو فيه ناس مش افكت فيها فيه ناس كتيرا بياخدوه فده مش هقعد ادي فترات طويلة لان انا كده هيحصل ايه بيحصل side effects وما بيحصلش نتيجة فلو هو بعد 12 اتبع فيه lose 5% or more لا نكمل عليه بس نبقى عاملين في حسابنا ايه الايه side effects الinsulin sensitizing agents زي المتفورمن قالك ان هي may be associated with modest decrease في البادي ويت والفيسرال فات تعم وقالك ان هو فيه status بتقول ان هو فيه benefit من combining المتفورمن مع الhypo caloric diet لريدوسنج الويت وي الفيسرال فات لكن اه بس بدوس كان 1500 1500 بردي اللي بيستخدمه من كده ملوش لازمة في الاندكشن تعم ممكن يستخدم كادجوانت مع المتفورمن المتفورمن ممكن يستخدم لواحده بس بدوس ايه 1500 2000 ميلي جرام بردي وطبعا بيبقى فيه side effects اللي هي gastrointestinal upset وطبعا ما نستخدمتوه شفعانين هباتيك ولا رينال علشان ما يكشوش لكتك أموال وطبعا الوقي لا يتزوجي لازمة وطبعا نعم وطبعا حى اموال حى اللي سبدي نعم والدخال لايجم بلدخل نعم تخدم يعاني أن بالنسبة للإفكت على البريجنانسي طبعا ميتفورمن ما فيش منه مشاكل على البريجنانسي ولا حتى الأوليوستابت لكن يمكن الميتفورمن من الحاجات اللي هي أصبح انه هو عندنا سيفتي داتها عليها كتيرا في البريجنانسي وحتى مع في العينين البريجنانسي سندروم لقينا ان هما الكونتينواشن اللي هما كانوا بيحضوه قبل البريجنانسي بيقلل الفرستراميستيريك مسكارج ففيه يعني مش موجود في الجايدلائنس حتى الآن بس هيكسبكت ان هو هيبقى في الجايدلائنس ان هو بيقلل في الناس البريجنانسي سندروم واعتقد ان شاء الله هيبقى فيه ركومنديشن ان هو لو عيانة كانت بتاكله ممكن تكمل عليه لا 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 عيانة مبنقولش لاي عيانين وحتى الآن بقولك مش موجودة في الجايدلائنس الريكمنديشنز ان انت ركومنديشن الانتيوبست دراجز ارسطوبت وانس ريجنانسي اس اشيهد دي ركومنديشن بالزات وممكن حتى المتخرج يعني علشان دي ركومنديشن ودي ركومنديشن من الدكتورة ياسمين بتقول عادي طيب البرينسبانس بتاعت الانتي ليتا الكير انه يبقى فيه طبعا اه لان ممكن يبقى اه مش كل الفاسيليتز ممكن تبقى موجودة في كل حتة فلازم يبقى بالزبط التعامل مع الناس والكلام ده فممكن يبقى فيه فيه التعامل يعني شوية فلازم يبقى فيه حسط البرتوكول او يونت بروتوكول ويبقى الكمبايند كير ممكن مش لازم كل الفيزتز تبقى مع الاسبيشلس ممكن تبقى مع الاجي بي واليعني بقى فيه فيزتز كده وفيزتز كده الويت مانش منتاق بايس ولو اننا هنلاقي ان برضو يعني مش هنقول ان احنا هنقل الوزن العياني لكن هنقل ما يبقاش فيه زيادة او زيادة جامدة اثناء ايه اثناء البريجنانسي ديسكاشن رجالدينج الريسكس كلها والاكوبمنت دي من الحاجات المهمة نبدل من الاكوبمنت مثلا الكاف سايز او الترانسبولكيشن في ناس قبيس ما بيقعوش تحرك لعنا تبقى جالك على الكرسي فكل ده لازم يبقى ايه يبقى تنصيدر في الا الكرسي فمهم ايه ان المترنتي يونتس بتبقى ديكمينت دي انبيرومنت الريسك فياكتورز ريجالدينج الافيليبيليتي او فاسيليتي اه بالزات يعني طبعا الاسبيس الاكسيبليتي للدوروي واي يعني حاجات كتير اللي هي بالزات دي يمكن large cuff large wheeled chairs ultrasound scan مناسب ان هو نقدر يشوف بيما مش كل ultrasound ما كل ده facilities مهمة فهي examples يعني لو هي بقى في الولادات وكده satar trolley operating satar tables كل الكلام ده مهم الlifting مش كل حاجات ايه ممكن تبقى during pregnancy weight management لو هي اكتر من 30 body mass index ال recomendaration دلوتي اني يبقى الويت gain of no more than 5 to 9 kilograms اه in pregnancy higher high gestational weight is associated with طبعا احنا عالفين المشاكل دي قلنها ونائس weight management before and during and after pregnancy عن طريق ال계 دي مهم قوي بالذات ليه في الأوسكي ستيشنز وفي الحاجات دية اه احنا اه في فيتس بس الفيتس ده مش احتياجاته زي عشان دي من ضمن المعروبات اللي هي ايه بالذات الناس اللي هما بيحبوا الاكل هتلاقي ايه هتلاقي بلا فرصة لها مش ما كانتش واحدة راحتها جبان وحد اعرفها برجيب وبتاع وتقول لك لها خلاص هاي بقى هاكل ليه ولا ليه ده نوت ات فور تو ويبقى على الاقل فيه سيرتي مينتس مودرت اكتيفتي بر دي لكن الدايتين والكيميكال دايتين والحاجات دي طبعا نوت ايه نوت كومندي اه يعني كل اللي نقدر نقوله هو الايه هو ده اه هو ده الايفكتب بيه الاستاديز وي اه اه يعني ده كله كدام اه 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 نقعد نوزنهم مش افكتب قوي اه لكن يعني ممكن يبقى فيه ضاعتشن برضو انه هو ينظر من هنا قصة الايه الدايت برضو مش بشكل ان هو يعني اه رجمن الدايت وكيميكال لا بشكل ان هو ايه ان هو يبقى اه ما نزودش اول في الاكل اه طبعا احنا قلنا الحاجات ديه الفوليك اسد خمسة ميلي جرام الفيتامين ديه عشرة ميلي جرام ال اه اه لو في انازر من الربريك لمسة بنقاد نودوز اسبرين اثناشر اسبوع لو في فور اه اه واخدين سكور فور هو ده واحد ال لو اخدين سكور فور بنبدأ الفرماكولوجيكال بروفلاكسس من من اول الخمل لو اخدين تلاتة بنبدأ من تمانية وعشرين اسبوع حاجات دي هتقرر كتير طبعا ده طبعا حاجات المهمة اه اذا بنحتاج نعمل جلوكوستولرانستست البيتشان يبقى ان كونتاكت بيه اه لو البادي ماس اندكس اه اكتر من خمسة وتلاتين كونسيدر سيريال سيرد اه احنا اقلين ان هو كده او كده اكتر من خمسة وتلاتين ده ايه ده ايه هنعتبره وهو ايه ابروبرت ان احنا نتابع به سنفزيون فاندل هيتقى نتابع من اول ايه ستة وعشرين اسبوع فكده كده هنتابعها لو اكتر من اربعين البادي ماس اندكس دي محتاجة انستيك ريفيلا يبقى لازم لو هي اكتر من اربعين دي لازم ايه نشوفها او الانستيك يبقى فيه عادة تخدير تعملها اسيسمنت قبل ايه قبل الولادة ولازم كمان يبقى فيه اسيسمنت ليه المانوال هاندين هاندلين ركوارمنت يعني ما ما نروحش نولدها في حتة مش ما يمتعش فيها السرير ما يستحملش الواسط او ما عنديش يقدروا يشلو وفي بالكم فلازم الحاجات دي كلها تبقى محسوبة ما هيش الموضوع كده بتحبط علينا من السماء عيانة كده ايه تضم لنا المستشفى واحنا ايه واحنا قابل ها اه 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 نتتوزن في السلطرة بصرا عشان يشوف وزنها ناسب توريسة العمليات ولا لا ماشي يا في توريسة العمليات بس ها بتشين منها عشرين كيلو ما حبش عليها واحدة ووزنها عمتين كيلو ها دي تكسر وممكن تتعارض لعنى المشاكل كمان احنا كنا ينين بادي ماس بخمسة عشرين لخمسة وثائتين تباينوا يمكن دي متجمعها بتاع الاربعين بيحتاجوا لإيه بخمسة وثائتين يعني طبعا كل حاجة نزود عليها إيه اللي احتاجات احنا قلنا الاساسي في الاربعين إيه الاناثيتيك ريفيو في السرد ترايميستر مش كهة ويه المانوال هانبلينج ويه واول ما تيجي تولد يبقى فيه انفورم الاناثيتيست برضو وعلى طول احنا احنا يمكن في الليبر اللي حضروا معنا الليبر قبل كده قلنا ان الكاليولا مش تركبها مش اساسي مش كده في الحوامل في اللي بيولده لكن هنا لوحدة وزنها فوق اللي ايه او البادي ما سيئنكس فوق اللي اربعين لا ده اللي بنس اكسس و اللي في الليبر ويبقى ستي سيكس او وانستريس هم اللي مسؤولين اللي اكتر من 30 هنا هف انتينيتل دسكاشن رجالي انترابارت وكمبلكيشن اكتر من 35 و 30 جفت بيرس ان اكون سلطنت ليد يونت الفيباك مش كونترا اندكيت لكن محتاجا ان هي تبقى دسكاست البيليفتس والريسك بتاعتها وي افويد انسيسري اندكشن والزو ريسنت ريتروسبيكتف كوهرت سيجيست ان الاندكشن مش هيزود الريت بتاع السيزيني انسيكشن لكن مازال ان مفيش افدنس ان احنا او ان احنا نعمل اندكشن للعينين علشان بس ان هما ايه اوبيز لكن لو مع حاجة تانية ممكن نعمل الابديران may be advisable depending on clinical وقلناها حتى دوت وطبعا الاجتف منجمنت بتاع دي حاجات للناس اللي هي الابديران انكس فور 40 ممكن قلناها كلها الابديران سييتر سطف الارت على ان الوزن هو اكتر من 120 علشان ايه الابديران في السييتر والسيف وواللاترال ترونسفير اللي هما بيشلوها من حتة الحتة دي مش والديوت يعني السيست لازم يبقى انفورمد على طول والاكسس قلناها الفينوس اكسس وال ST6 طيب اثناء السيزيريان سيكشن هتفتح ازاي بالذات الناس اللي هما موربيت وبيز بادي ماس ايديكس 40 فيما فوق هل في طريقة معينة ان انت تفتح بيها العينة تفتح ترونسفيرس ولا ولا السمرة عمبيكة سمعتوا عن السبرة عمبيكة لابنك ها ايه ها 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 لو هي لو انت خلاص اخدت القرارة انت تبقل سيكشن سيكشن ها ايه متوش حاجة سمعت سبرة عمبيكة ايه 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 انا انا عارش ان السبرة عمبيكة ايه او انا اصلا انا احعمل ايه 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 واحدة الخينة جدا الامبلايكة سيكشن لتحت الانبلايكة طبعا هو ما فيش اتفاق انت هتعمل ايه ولكن في بعض يعني انا 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 ما جربتش سبرة عمبيكة لكن مثلا عندنا في حق اسمين لنا دكتور رحمة سرطة او فدي يعني. لذلك انا راحت انا مسلا بحاول افتح حتى لو ايه? لو بخش الفات او 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 اه اه او في معظم الناس بيبقى الفات مش موجود عند الايه? بالشكل الكبير. لكن برضو غريبة ساعات تلاقي الحتة كلها يعني ايه? على غير المعتاد ايه? يعني بتاع الابدومن في الحتة دي كبير قوي. فممكن في بعض العينين. فده زي ما بقول لوكم. طبعا محتاجين هادي شي جيفتح لعنا مسلا مسلا. بعضي مساء 50 هو بيشتغل هو الوحدة ولا غير طبريز ولا بتاع كده. ريتراكترز. ممكن نحتاج اهه. ممكن يسهل علينا علشان اه. ريتراكترز يعني. تمام فاصلوزة. ماشي. الصبك هاتين اسفلان زي ما قلنا لو احنا اه كان فيه اكثر مئتين سانتي فبنعمل ايه? فبنعمل اه سوتشرينج ليه الصف كوتين اسفا. اه الدريسنج فيه حاجة اسمها نيجاتيب بريشور اه دريسنج دي بتفضل بتبقى اه مهوية الهوند ومش عاملة اه كاتمة للهوند بالذات طبعا لو هو الهوند كمان اه يعني سعاد بيبقى البطل بتبقى زنق عليه فده بتبقى بنوع من انواع اللي وهي ايه ان هي ال External لا فيش حاجة غلطه. لو هي بس على الموضوع اللي ادى الوباس دي لuta بقياتها صار ا instructed لا يعني هتختار حاجة الأفضل تبقى حاجة ما بتعملش reaction كلما الحاجة بتبقى multi filamentous وبتعمل reaction فبتعمل فبتبقى بتزود risk mode of delivery طبعا هنا individual assessment about the mode of delivery لكن وعندنا data ان ممكن طبعا كلما المربط ده عندنا risk احنا قلنا 50% منهم ممكن يولدوا ايه cesarean section لكن طبعا لو نقدر نولدهم بجانا ليه بقى حسن هنقلل بتير قوي difficult cesarean section وحاجات كتير no significant difference في الانستيك والبوستوناتر والمياتر between women with planned vaginal delivery and planned cesarean section فموضوع ان انت هتقول انا هعمل cesarean section عشان افويد الايه الemergent cesarean section ما فيش فرق ايه في المورباليتي ولا المرتبطي من ايه ما بين ايه ما بين ده وتعشوه الهلسي multivirus woman with body mass index اكتر من 35 may be less likely to require obstetric intervention or care than normal with nullivirus woman بالذات لو هي كمان multivirus ايه multivirus فطبعا مهم ان هو يبقى في كمان ان هي قلت وخلاص لا ده لازم مكامل ايه وبرضه على وده لازم يبدأ من حيث ان هي ان انا اضمن ان هي to breastfeed هذه طبالله مهمة او موضوع breastfeeding ايه 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 العينة دي ايه الاذوائز بتاعتكم بالنسبة لها عينة prime كرابدة واثنها 130 الهائة متر وثمانية وستين ويه الوائد ايه 46 ونص الوائد انكريس في البرغنان كان ايه الاربعين الالتراسون الاستمدد في تلويت عند 76 كان 4.2 ويه ثارك اشتركوا بتاخد continuous airway pressure at night بسبب للشيست problems. ما فيهش ميديكال بروبلم ستانية. إيلا بيس بتاعتك regarding. هل تستنى ولا تعمل الاكتب سيكشل ولا تنديوس ولا. الاكتب ايه? مين عاوز مين عاوز يعمل لها سيكشل? مين عاوز تعمل لها سيكشل? مين عاوز يستنى مين عاوز يستنى مين عاوز تعمل لها سيكشل مين عاوز مين عاوز مين عاوز مين عاوز مين عاوز تعمل لها سيكشل مين عاوز 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 ولسه عندها الهيبر تنشن بسم الله مرحيم نكمل يا جماعة بالنسبة ليه كنا بنتكلم على الميجورز اللي احنا ممكن نقلل بيها الايه الويت من ضمنها كانت الايه البرياتريكسيجري كنا قلنا البرياتريكسيجري وتكلمنا عليها في الاول برياتريكسيجري يعني اخر معها شوية كده عشان نتكلم عليها في التفاصيلها وانتو اوفر امتى نوفر البرياتريكسيجي هي طبعا الهدف منها عشان نعرف احنا بنوفر ليه الهدف منها ان احنا نقلل الميديكال بروبلمز ليتتو الاوبستي وليما انا اعملها للناس اللي هم فوه البديميسي انكسيجري او اكتر من خمسة وتلاتين ومعاهم وفيه طبعا الناس بيتحسنوا على فيه ناس كفت من السكر والالحاجات دي مع اللي ايه ديكريسيجري حتى باع مع ايه البيرياتريك ايه سيرشي لان انسل انسيستيبتي مع الدكريسيجري بشكل ايه قال بشكل ايه كبير بس لازم طبعا ان هما يكونوا struggle to achieve their target body weight with the conventional dietary بريمي بيهياري ثيربي complete فالrecommendation of mice any consideration for body mass index sorry, any consideration for bariatric surgery for patient with new diagnosis of type 2 diabetes with body mass index 30 to 35 and even lower body mass index of Asian origin الناس زي ما قلنا ان الاجين بيبقى الريسك بتاع الكمبيليكيشنز مع lower body mass index فحتى النايس في command لو هما اقل من 30 they can be offered نعم طيب لو هو مش عارف انزف رواسط بل bariatric surgery ايه ليها رول هو مالكش لازق هو بيقولك اللي consideration واحدة مش عارفة تنزل في الوزن وهي حد والbody mass index 35 وضيابات طبعا مهم يبقى فيه proper counseling على السيرجي وعلى الكمبيليكيشنز بتاعتها وإنكلودين ان فيه overall mortality rate of about 1% فيه طبعا meta analysis indicate woman with preoperative body mass index اكتر من 40 can be expected to lose 20 to 40 kg over 2 years وبعد كده انتم من تنزل reduced weight for 10 years حاجة حلوة قوي يعني ما تنزل 40 kg مثلا كان وزنها 130 ولا بتاع يعني فرقة كتير البرغنانسي البرغنانسي is therefore generally not recommended for ودي مهمة تيجي في السيجل بستانسر مبين 1 to 1 1⁄2 year after bariatric surgery لأن الفترة لبقى فيها الميجر weight loss لأن الفترة الأرلي post-operative بتتعرض فيها السيدة ل nutritional deficiencies تعمل this woman should receive follow-up care for a minimum two year including monitoring of nutritional intake physical activity and and of psychological support وطبعا في evidence برضو للبرغنانسي برياتريك surgery لها رول في infertility وحتى في ناس اللي عملوا يعني IVF it's birth بس في رول وفي recent observational study has shown improvement in the number of site in obese women after search لنقول شنو يعني strong evidence لكن هو observational ما هو ما هو راندميز طيب 8 types of bariatric surgery اللي بتتعمل عندنا بتتقسم لثلاث انواع في حاجات اسمها restrictive وفي حاجات اسمها malabsorptive وفي حاجات ايه بتبقى mixed ما بين الايه ما بين الاتنين تعمل يعني من اكتر حاجات اللي بتتعمل طبعا اللي هي restrictive restrictive tbt فكرتها ايه انت بتعمل بتقلل size of the stomach فبتتقلل الايه الكباستي فبتقلل ال intake تعم ودي اكتر حاجة بتتعمل ان هي بتبقى laproscobic adjustable gastric banding او في حاجة اسمها salistic ring او vertical banded gastroblast ان هو هيقطع حتة منها فالمهم ان هي دي كلها بتقلل او sleeve طبعا sleeve gastrectomy يمكن ال لحد ما ال banding بيبقى لحد ما ممكن ايه يتعمل في adjustment تعم على حسب ايه to regulate ال وليها بعض complication ان هي ممكن تعمل gastric prolapse stoma construction كده complication surgical communication يعني انا مش بعمل الحاجات دي يعني بس عشان محل يسأل فيها حاجات sleeve طبعا هي irreversible ون remove most of the stomach leaving sleeve shape نخليها حتة رفياعة كده صغمطوطة حيس ان هو مع بدل ما هي كانت ايه بقيت عاملة زي الموزة كده تعمل فده طبعا بيقلل الكباست بتاعتها بشكل كتير المال absorptive طبعا دي اللي هي بنعمل فيها تحويل مسار الاكل وده لقيمة تبقى بالوبانكرياتيك ديفيرشن او جيجنول اليال بايبوس تعمل فبتخلي ايه بتخلي انتقللك الابزوربشن اف زفوت بشكل كبير وده يمكن عمليات يعني لحد ما سيئة لانها بتبقى السبير مال ابزوربشن وممكن يبقى فيها هاي ريت اوف موربيريتي ومورتاليتي وممكن تبقى تعمل هباتي وينال فلير كمان sometimes ممكن يتعمل ميكس ما بين الاتنين يبقى فيه food restriction with mal absorption by shortening the end of the intestinal tract وده بيعمل حاجة اسمها dumping syndrome يبقى فيه بعد الكربائدرات انتيج او كده يبقى فيه رئيس كبير او في البلوط كولوكوز وده بردو بعض المشاكل زي stoma stilocyst وال stannar الهرنى وبعض الحاجات تعم دي اسكن 200 على restrict دي بأعتقد هم كلهم الموجودين هنا نخلي بالنا بس انه طبعا بردو يعني كcomplications خلاص ده الباندينج اللي هو يتحط band ويبقى adjustable وبيبقى لي way للadjustment ممكن هي تروح للدكتور بعد حتى ما يعمل عملية يعمل لها adjustment للsize بتاع وكلام دوت المال absorptive لقوا ان هي بيسيد معها المسكرتش يعني كأفكت كأفكت وبيبقى معها برضو هباتك وممكن يبقى رينا المفيرمن زي ما تشايفين هنا حصل بيباست المجرى الاكتر بس نعرف عنا ان هي بتبقى شايت الدمبنج سندروم وممكن يبقى بيها برضو من الاكتر كومبيليكيشن دي كريز البيرس من اهل الصعام اهل دي ب精د البندس والرستريكتيف هما اقل 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 ماتون الماغachten وفيهم فرتلتي بروبنت كويسة البرو اليمكن الهو الريواء بيدي 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 وفي افكت على الفرتلتي والنائس ركومانس البارياتيك سرشي الابشن لو اللايبستيل احنا قلنا النايس على اي خلاص على البرغنانسي قلنا كمبلكيشن بقى بيزيد معها البيترم ليبر والمسكاريج والبي فروم والتومبينج سندروم بالزاد فيه اللي هي الكمبايند وممكن بتحسن ال وطبعا البرستفيدنج ممكن برضو بتقلل الانرجي كونتنت وقليها ممكن تقلل يعني بتبقى البرستفيدنج ممكن يبقى دفكر ولذلك هو بنأخر البرغنانسي at least one one and a half year على اللون الانسدنس بتاع البين وال بتاع فيه افكت على البرغنانسي انه ممكن يزود الابيجاستريك بين والبومتينج والباند ليكتش وممكن يعمل انتستاين الهرنية وانتستاين ال طيب بالنسبة للمانشمنت دي من الحاجات المهمة دي اهم حاجة فيها advice to delay البرغنانس for at least one year طعم follow up مع النيوترشنست والدياتيشن ومنتور النيوترشنال ستيتوس ومن اهمها طبعا الفوليك أسد مهم اوي والآيار والفيتامي ب12 ماشي regular breath test may be required following malabsorbed to check micronutrition deficiency ساعة لشان مثلا iron deficiency مش عالف الفوليك ب12 فمو نلجع بردو نو يب امجر فدان nutritionist rule قبل ال pregnancy weight individual at every visit to monitor gestational weight again active band management following laproscobic adjustable gastric band produces result at least stational weight gain ممكن نبقى فيه تحكم فيه علشان ما يحصل زيادة فيه weight gain بالزرق لو كان فيه حد لسه موصل لي body mass index اللي هو عاوز ويعني اللي هو ممكن ان هو يبقى فيه adjustment أثناء البريق من ضن النقاط برضو الدمبيج синدروم ده ان احنا بيبقى صعب ان احنا نعمل لهم نعمل لهم oral glucosurans test فممكن نعمل glucosmonitoring for a week علشان نشوف هو فيه diabetes post post brandial blood sugar for a week big glucosmeter ده رؤب رؤب ديني ولا او لا ده هي في ال clinic حد يعرف حد يعرف حد بتتعمل في ال clinic يعني في ناس adjustment لل gastric band بتتعمل في clinic لأ وهي يعني بتقعد بعد ما عملت العملية بتيجي بتروح له في clinic وبيقعد يعمل adjustment lead serial serial cross ultrasound scan منوي نخلي بالنا لو في abdominal pain في عيانة عاملة bariatric surgery او حاجة نخلي بالنا من obstructive وكده بالذات مع ال pregnancy is reserved for obstetric indications postnatal بيبقى adequate pain control encourage breastfeeding حاجة عادية مع A مع A مطور force مشكلة هذه الجبهات هتلا عندكم مش مشكلة تعال نعمل بيبقى 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 أوليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو اربعة ونصف ممكن نكونسيدر ان احنا نتكلم عنها المرة الجاية لكن اربعة ده مش ماكروسومة لو هي ضيابيتك هتبقى ايوه انا بتكلم دلوقتي ماهو ده سؤال تاني خلاص هنتخلناك في السؤال التاني احنا بنحط ايه ونشوفها نعملي عشان لو هي تنسل وضيابيتك يعني يعني صور هاا ايه طب لو هي الاجبتاها 41 يار مين على الدور بريشيس بيبي بريشيس بريشيس نقولنا بمره اللي فاتت الـ 40 الـ Edge Beyond 40 يعني عمله ايه مش كده وموجود عندكم في الورق بتاع الـ ها الـ Antinatal Care انضكشن على شاطر التين انا انضكشن على بيشيس ها ها تعمل ملك يا عم ان تفتبقى كويس في ساعات ايه اللي ايه اللي ايه لازم الـ Answers تبقى Justified ولازم وانت بتختار الحاجة كده ما بتقولش يعني ما بتعملش اللي ايه اللي في مزاجك اللي في مزاجك انت اللي انت نفسك تعمله اللي بتعمل اللي في مزاجك الصح الزبط كده يعني ما تسيبش شهوتك تقغى عليك في نجاحك ايه 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 ايوه يعني يعني انت بتبقى في شهو عندك ان انت تعمل حاجة وعاوز تعمل حاوز تبتعها ايه انت شايف واحدة وده عاوز تبتعها ايه 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 انسف 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 اجابة هي ايه اندكشن ات ايه 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 خلاص ايه 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 اشتركوا في القناة